هو كل حاجة ما بتخدش عادي الرموشي مش رموشي ماشي مش عارف الحواجب مش حواجبيه تمام الشعر مش شعري أوكي شلال بتاع دي السئلة هي طبعا دي وحشة جدا في طب الأسنان اللي بتغطي يعني بيستخدمها دولتين لمتد قوي يعني مناسبة مش عارف ايه قال لها دي أسناني أغمع عليها وعلى فكرة دي القاعدة الأساسية اللي عايزكم تعرفها الإنسان يتقبل أي شيء في شريك حياته أو في الإنسانة اللي معجب بيها إلا إن سنانها تكون وحشة سنانها وحشة كنتم معها الباقي كله أزواء في ناس تحب الطويلة في ناس تحب القصيرة في ناس تحب السمرة في ناس تحب البيضة في ناس تحب الشعر الطويل في ناس تحب الشعر القصير في ناس ما يفرقش معها الشعر خالص كل وارد فيه ناس بتحب البنت اللي هي اللي أنها خضرة فيه ناس تحب البنت اللي أنها السودة لكن ما فيش حد بيحب سنانه وحشة لا بنت ولا رجل كلام ده حطوه في دماغه كويس قوي ولذلك اللي عايش عنده سنة مفقودة وعمل يصير فلوسه يمين وشمال بقوله بليز أعمل سنانك وخصوصاً إن دلوقتي فيه حاجة بقى لازم أقولها لكم سنة 1952 فيه تسمية قالت اسمها الاندماج العظمي على الظاهرة اتواجدت عشان توصف ارتباط التايتينيوم بالحظ المفهوم بتاع الاندماج العظمي اتطبع في طب الأسنان سنة 1960 وطبعاً واحد اسمه برون مارك هو اللي بدأ يشتغل الشغل ده وبرون مارك ده بروفيسور في جامعة غودنبرج قام بوضع غرسات الأسنان لأول مريضة بشرية اسمها غوستا لارسون ده بناء على فهمه إن فيه حاجة مهمة جداً اسمها لاندماج العظمي ما بين العظم وبين الغرسة النهاردة هنتكلم على الغرسات الجديدة والأنواع الجديدة والتايتينيوم وفيلم كبير قوي وليلة يا باشا النهاردة في الحوار لأ وبعدين فيه حاجة تانية كنا بنخاف من الزرعة لزرعة تضرب عصب لزرعة توصل جيب أنفي طلع فيه دلوقتي تقنية حديثة جداً تخلينا وبمتأكد أثناء الزرعة إن أنا بعيدة عن العصب وبعيدة عن الجيب الأنفي وما فيش احتمالات إن أنا غلط يعني التقنية اللي هنتكلم عليها دي تقنية تحميني أثناء الزراعة نفسها مش تحميني قبلها وأنا في الزراعة معتمدة على خبرات أو رؤية قبلها قصة برضو موال جامد قوي النهاردة القصص والبواويل كثيرة مع ضيفي العزيز الذي سيبدأ في حواره الغير تقليلي والممتع دائماً أسوة الدكتور شادي علي حسين كل الطب ببني على أداك نوز التشخيص إهمال الأسنان كاريسي يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوات تجميلية يعني يعني إيه كلمة حشوة تجميلية طرامة لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايماً الناس بتهمل الأسنان في مرحلة دي عالم طب أسنان القفال بقى عالم مهم كده شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان ما فيش حاجة اسمها قشرة من دار تحضير في ربع الساعة عا بتخلص الزلح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك بفاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من اللي أنت داخلتك الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية اشتركوا في القناة او معها تبص لي سنة واقعة وبيصرف لوس في الهيافة مش عارف ايه مش عارف ايه ايه يحصلوا من جراء هاي السنة المفقودة والاية المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن احنا بقى يمكن في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الاولينية هو ان الاحساس ان الموضوع هيبقى مقلم و هياخد وقت فممكن يبقى كسل او خوف الحاجة التانية انه هو يبقى شاف او شاف خبرة من حد تاني مش كويسة او سمع كلام من الناس بتحسسوا ان الموضوع بسيط او هو حاول انه هو يشوف الويكيبيديا والحاجات اللي بيحاول دايما يحاول انه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي انه هو هداز انه ان المشكلة دي ممكن تقدي لمشاكل في الهضم لمشاكل في ال ده يعني ممكن ناس كتيرة جدا عايز اقول لك ابتدت ان هي تتخس وتبقى تلعب رياضة و مش عارف ايه والكلام ده كله مجرد ان ابتدت سنانه كان الاول سنانه والخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش اكبر سنن كتير جدا هضمه وحش جدا ابيز و تخين و مش عارف يبقى حاسس ان هو مبسوط ليه لان هو مش عارف يأكل الحاجات الالياف والحاجات المزبوطة والحاجات الهالسي علشان اللايف ستايل كله بادي من الفم بيت الداء على رسول الله السلام على قول رسول الله السلام ان بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني يعني حاسبه من قدم له قيمات ان يقبلها عضو ده طبعا يعني كله فلما بنيجي متكلم احنا جنرال ابتدينا ان احنا يعني مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن experience تاعت الناس نوصلها يعني للالتيمت زي ما بيقول اول حاجة حريكي ابتديس يمكن بموضوع الاندماج العظمي او الاستوار الانتجريشن واول واحد فعلا عملها هو برانا مارك واحسن ده كان دكتور عزام بيحاول ان هو كان يعني معاقر شين كان والده غاني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا ده معارك مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيوم التايتينيوم ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينم كان هو دهب لبيض بتاع زمان طيب كان التايتينيوم ده الحاجة ايه قبل البلاتينم كويس هو داركر شوي عن البلاتينم وبرضه عنصر من العناصر الخاملة الندرة في اعلى الكيميكل متل تشين فطبعا عمل الكاميرا من التايتينيوم ففوجئ برد فعل العظم او الاندماج العظمي ده الظاهرة دي اكتشفها ان هو كان ده حاطت الكاميرا دي كاميرا صغيرة من التايتينيوم حاطت عشان يصور بيها التقام العظم بعد الكسور ففوجئ ان حصل اندماج عظمي ما بين التايتينيوم وما بين العظم والانسجة الرخوة كمان اللي هي ذي الجلد وزي اللاسة وزي الكلام ده كله بتتقبلها بشكل هاي فطبعا الهافن او الجنة بالنسبة لاي حد دلوقتي انه يعمل الحاجة من التايتينيوم فابتدينا ان احنا ندمج الشكل الحلو بتاع الفورسلان الشفاف اللي عاملينه جديد اللي هو الالترا ترانسلوسن زيركونيا مع الهيكل التايتينيوم مشكلة التايتينيوم الاساسية انه هو محتاج مكان من نوع معين مكان اللي هو الـ C&C كبير جدا محتاج ديزاينز عنيفة لانه هو الموشنز او حركة المكانة اللي بتخرج دي بتختلف من حاجة للتانية فهي محتاجة زي ما تقول كده دكتور ايمان لين صناعي وليس لين طبي تو سبورت اللين الطبي فلازم يبقى فيه حاجة زي مكان مصنع تبتدي تقدر تعمل فيه الفريمورك التايتينيوم ده فكان فكرة او تكلفة الكلام ده ككوست افاكتفنس او ان انا اقدر اعمل حاجة كده اعمل مصنع تايتينيوم عشان اعمل بس مجرد تركيبات ما كانتش تنفع انها تتم على مجموعة عيادات صغيرة يعني ماينفعش واحد في عيادته يعمل يجيب مكينة تايتينيوم مكينة هيوج ماشين عشان تعمل تايتينيوم دي محتاجة مكينة ذا ما حريك شايفها كده مكينة يعني ضخمة جدا فطبعا الحمد لله انت عرفش هاي نواية توسلت اربعين عيادة فبقى عندنا كمؤسسة علاجية من اكبر مؤسسات العاجية في الشرق الاوسط بقى عندي الكاباسيتي او الكام ان انا اقدر اعمل مصنع للتركيبات واعمل التايتينيوم فدي اول حاجة اللي هي التايتينيوم اللي احنا قدرنا ان احنا نعملها وذا ما حريك شايف كده تايتينيوم اختصار تايتينيوم تايتينيوم بلاس دايميوم اللي هو الـ UTML الـ Ultra Transolution Zirconium تايتينيوم وزيركونيوم الزيركونيوم اللي احنا متعودين عليه بتعامل بالكمبيوتر وتايتينيوم كمان معمول بالكمبيوتر فده مدينا اولا في التركيب اننا نقدر اركب فترة قصيرة جدا التركيبات التاكل بتاع العظم حواليها قليل جدا اللي التحام بقى اصبح الاربع زرعات او الست زرعات ملتحمين مع التركيبة هم حتة واحدة فاصبح في توزيع للأحمال هايل وزن التايتينيوم دخوف في الريشة من عمره ما يكون ريحة وحشة ليه؟ لان ما فيش فضل ما بلتصقش على سطحه اي حاجة البكتيريا ما تقدرش تلتصق على سطحه اللاسة بتتعامل معه بشكل هايل مايبقاش فيه فراغات طبعا التايتينيوم ده انت ما بتشفوهش ده بيبقى تحت هو ده اللي ملتصق في اللاسة اللي حالك بتشوفوه هو والتركيبات اللي هي بنسبة لللي عندهم نقص في اللاسة اللي بتجين زراعة شبه لاسة صناعية بالزبط الحاجة الجميلة في الموضوع بقى كمان انه هو مفوش اي مادة لازة يعني يمكن كنا بنتكلم عن حاجات دي في الزراعات اللي هي بتاعت السنان المنفردة ان دايما مادة اللازة هي السبب الرئيسي في حدوث البرى امبلانتايتس او الالتهاب محاول الزراع ليه لان مادة اللازة دي بتنزل تبتدي تعمل الالتهاب حاجة في مها كأنه الجسم يعتبرها جسم غريب وتبتدي يحصل الالتهاب وبستلاقي ان فيه ورم حوالين الزراع بعد ما بيلزق التربوش او بعد ما بيحط التربوش دي التايتينيام ده بيطرب التايتينيام في تايتينيام فاصبح مفيش اي مادة اللازة موجودة نهائيا طيب ده منظر يمكن الفريم ده قبل ما بنحط عليه الجزء الزيركونيوم والجزء البينك وبعد ما بنحط عليه الجزء الزيركونيوم والجزء البينك يمكن برضو معنا صورة ليه بيبقى شكله طبيعي اسنان طبيعية تماما قير مش ب你可以 بالظبط ده الجزء بتاع التركيبات يعني احنا اللي هو الجزء بتاع تايتى دايتينيام دايما المشكلة اللي كانت بتقبل الناس برضو اين اللي هي ان انا بقى طب ده جزء بتاع التركيبة احنا خدناها من الاخر الى الاول طب الجزء بتاعه ان انا نحط الزرعة جزء بتاعه ان انا نحط الزرعة كنا نتشتغل عن طريق العش f bands وان احنا نحط الزرعة عن طريق الدليل الجراحي اهو ده يمكن منزر التركيبة التاي دايموند هي عبارة عن لسة وأسنان من جوة بقى التايتينيوم حراك شايفه مش شايفه هو من جوة والنحية اللي لزقة في اللسة من فوق فده بيطربط عليه التايتينيوم وبيبقى وزنه بقى دكتور أيمان انت تشيله هوا خف الرشا تمام ليه لانه هو مادة التايتينيوم دي خفيفة جدا 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 وفي نفس الوقت قوية جدا 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 تايتينيوم هو قوي لسببين يا دكتور أيمان السبب الأولاني انه هو الجزيئات بتاعته قريبة من بعض جدا فليها تركيبة فيزيائية وكيميائية بتخلي ان ما فيه بتاعته أو الطاقة السطحية بتاعته عالية جدا فما فيش اي حاجة تلتصق بيه في نفس الوقت لما بييجي يضغط هو حنين جدا على التايتينيوم لو دست عليه بعربية نقل تقدرش ان انت لا تتنيه ولا تكسره فده الجزء بس ميزة ان الحاجة تكون خفيفة في الزرع في الكبري نفسه انه يكون خفيفة طبعا انا دلوقتي النهاردة الكبري ده محطوط على الفك السفلي او الفك العلو الفك السفلي بتاع الفك السفلي بالزاد هو مشدود بعضلة العضلة دي كل ما وزن الفك زاد اصبح المجهود على العضلة دي اكتر زي ما حضرتك النهاردة بتشيل دمبلز او بتشيل حديد كل ما بتزيد الوزن المجهود على العضلة اكتر فطبعا انا بحطه اساسا في حالات العضلات بيبقى ضعيفة كبير في السن كبير او انه هو لما بيخلع بقاله فترة بيحصل تراهل لعضلة المسيطر دي فانا النهاردة لما بحط التقيل ده بيعمل صدع نصف وتلاقي الدكتور مش عارف سبب صدع نصف منين وتلاقيه روح يقول لفها ده كاتل اعصاب وده كاتل انف والأزن وده كاتل الرمض وده كاتل كل التخصصات علشان يعمل يشوف صدع نصفلي وسبب انه هو حط كبري تقيل جدا فده من الحاجات اللي وجدناها هو عيوبة صدع تراكشن تراكشن هيدك تراكشن هيدك بالزبط صدع شد عضلي بالزبط يجي يمكن التقنية بقى اللي شغالة للناس دلوقتي ان انا احط الزرعات ازاي دلوقتي اصبح عندنا في حاجة اختراعة برضو جديد اسمه النافي دانت النافي دانت ده او الاشعة التفاعلية هو اختراع ونافي ده اختصار ايه نافي جيشن في الدانتل نافي جيشن يعني ملاح ملاح بالزبط زي جي بي اس كده وهو تعريف العلمي ديناميك نافي جيشن سيستم يعني الملاح الحركي او اثناء الحركة اثناء الفعلي اثناء العمل اثناء الحركة انا بشتغل بزرق بالزبط هو ده فكرته ببساطة احنا بنحط زرعات اللي في التجاهات صعبة زي القولنفور بنحط الزرعة ميلة بشكل معين بنحط عايزين نحط في مناطق جنب العصب في وراء الجيب الآن فيه عايزة حط الزرعة في مكان علشان امن يعني اوفر على المريض ده انه نزرع اه اه عض فده عبارة عن موشن دي تيكشن كاميرا الحركة ده المحركة شايفها دي كده هي عبارة عن كاميرا بتصور الحركة وبتفضل ماشي وراها فهو بيلقط التارجد بتاعه التارجد بتاعه هو مع الجهاز ده في حاجة معانة بتركب على الجهاز باللي بيحط الزرعة زي شكل دايرة كده فيها حتة بيضة وحتة سودة كده زي ما بيبعينا في الصورة الجهاز بيقرأ الشيب ده ويشوفه رايح فين احنا بنعمل التخطيط الجراحي بتاعنا للزرعة في اي حتة انا عايزها يا دكتور عين ولترلي في اي حتة ده زحت الجبل جمع عصب في اي حتة في اي حتة انا عايزها وانا مش خايف ليه لان انا هخش من الاتجاه اللي هيعجبني والجهاز هيوريني الاتجاه الصح اللي انا همشي بيه فين ويوري حضرتك ترجز زي ما انت شايف كده تفضل ماشي موجهك انت عايز تحط الزرعة دي للزرعة اللي احنا عمنا لها بلانيج او اللي احنا عمنا لها تخطيط قبل ما نشتغل يفضل مماشيك يقولك لأ خش يمين شوية خش شمال شوية اوقف اوقف في 30 ثانية قدامك كمان شوية وطقف اول ما توصل للعمق طقف تحط الزرعة في المكان المخطط ليه بالزبط بهامش ايرور 3 من 10 تلاف 3 من 10 تلاف من الملي يعني تقريبا ولا اي حاجة فبالتالي انا النهاردة قدرت ان انا حط زرعة بدون جراح في 30 ثانية من غير ما اعمل خطوات مقاسات عشان اعمل دليل جراحي اعمل قدرت اشوف ودي ميزة كانت حلم ان انا بدل اكني بقول اكس راي فيلم اكس راي او صورة اشعة بقى عندي فيلم اشعة بدل ما انا عندي صورة سابقة فيلم يعني فيلم متحرك متحرك صور صور ورا بعضة بالزبط بالزبط بقدر ان انا امشي عايز اخش في العظم في الحت في الاتجاه ده عايز اعمل كذا في العظم في الاتجاه ده عايز احط ده افكرني ايه النافي النافي ساستم النافي ساستم يفكرني زي ما يكون انت رايح مشوار واحد مهتمل دي هو بيكلمك طول المشوار لا مش بيكلمك ده انت بيصور لك وهو بيقولك ايه انت وانت ماشي كده فيه قدامك صور مدرسة اه وهو شايف الصورة ادخل يمين ده مش بيوصف لك وسابك لا ده هو معاك اول بول لا ده كمان يعني هو يمكن لو قربناها للناس زي جوجل بس كأن جوجل بيتحكم في الدريكسون والفرامل كويس يعني هو دلوقتي التسلا بقى اللي هو العربية التسلا دلوقتي بتمشي الواحدة كويس تسلا ماشي هتخبرنك بعد الهواء فهو هو متوجه انه هو انا ايه اللي انا عايز اروح في الحتة الفلانية هو بيشوف الطريق اللي هو بتاعت العاصر اللي بعيد عن الزحمة وال بتاع يعني ذاي بالزبط جوجل كويس يقولك لا لما يلاقي حتة زحمة يقوم جايب لك حتة تانية تروح منها كمان بقى بيدوس لك فرامل وبيدوس لك بنزين وبيخش لك يمين وبيخش لك شمال هو الجهاز ده بيقف لو انت دخلت على الحتة غلط لو انت ماشي في اتجاه غلط يقوم واقف الدوران يقوم واقف دوران اللي هو الحفار الحفار ده او الزرع نفسها بحط الزرع مواصل ده تعارف الدليل الجراحي كنا بنستخدمه ان احنا بنحفر به بس لا انت مش تحفر بس انت بنعم ده انت بتحفر وبتحط الزرع وبتام كل حاجة بالجهاز ليه؟ انت كل ما بتقرب من العضم هو بيوريه لك انت فين؟ بيوريك مقطع عرضي ومقطع طولي ومقطع كروس ساكشن وانت بقى سؤال مهم بالوقت وانت بتحفر مهمة اوه بالنسبة لك بتعرف انت بتحفر فين بعيدة عن العصب بعيدة عن جيب أمفي صح؟ تمام طبع انت كده أمان بانت لما حفارت تمام لما حط الزرع هحتاجوا تاني في ايه؟ هحتاجوا تاني ان ما يحصلش برضو الى النهاردة انا ممكن اعدي من جنب العصب بنص ملة دكتور عين وانت بتحط الزرع تروح جايب العصب وانا بحط الزرع مية لإيدي شوية كده او مخبط العصب بس ارقى كفية بقيت تحدي بروح دكتور سنان لا بس سؤال الفادة هو ما بيسبش نسبة بوصلك لغاية برا الأمان يوصلك لحد ما تحط الزرع خلاص حطيت الزرع جوه فم المريض خلاص هو بقى خلاص بقى أنا كده تمام وهو عارف نوك انت عارف حضرتك جزء من التعال learning curve بتاني الجهاز ده صعب جدا ليه؟ انت بتعمل قياس بتقوله لازم تقوله كل أداة عندك تعرفه عليها كويس؟ بنقعد نعرفه طبعا الكلام ده مرة واحدة بس بنعرفه انا والله عندي الزرعات أطولها كزا وعندي الشينيور بتاعي ده اللي نعمل بيه ده ده حجمه كزا ويشوفه ويقرأه ويعمل يقرأ يقرأ يقيسه يقيسه بحيث انه هو لما يجي يوصف لك أي حركة يوصفها لك صح ما في المال هو عارف يعني هذا الشينيور مثلا سمكه قد ايه بيحفر بسمكة قد ايه بطول قد ايه ومن الحاجات برضه اللي أنا بحبش أدخل الناس في تفاصيل كتيرة بس كلمة حفر دي ما بقيتش موجودة ليه بقى احنا كنا زمان لما بنيجي كان في حاجة اسمها ميكانيكل دريلين كنا نبتدي ان احنا نحفر حفرة جوه العضل علشان نحط الزرع كويس فكان حتى الحفر ده بيخوف الناس كلام ده ما بقاش موجود الكلام ده دلوقتي بقى في حاجة اسمها بيولوجيكل انسرشن بيولوجيكل انسرشن ده ان احنا بنلف بالراحة خالص كده كويس بأداة بدل ما كانه مثلا خمس ستة أداوات أداة واحدة وبعدين اقوم حاطة الزرع بضغط بسيط من طبعا تورك يعني عزم من الجهاز ويه الزرع بدل ما كانت بتتعامل بحفر لا بتتعامل زي الساندوش يا دكتور ايمان عارب اكدنك ايه بتزق العضم شوية كده لبرة وتقوم زحلقها في النص كويس عشان ما تهدرش عضم عشان ما هدرش عضم عشان ما حفرش هي كلمة حفر دلوقتي اصبحت غير موجودة دي عايزة حلقة لوحدة دي عايزة حلقة والله عزيز ما هو ده من ضمن السايكل على فكرة دكتور ايمان بتاعت النافيد انت وهو النافيد انت مش مجرد جهاز بس بيقول لنا الاتجاه لا ده ليه فتب معين في الحفر فيه او بلاش الحفر بقى الوضع الزرع ليه ستب معين في التصميم بس هو خطواته شابه للخطوات القديمة بالنسبة للمريد بالنسبة للمريد لأ هي مش الشابه خالص هو بياخد اشعة وبيخش حط الزرع ما عادش فيه مقاس في النص ما عادش فيه دليل جراحي بيتصنع ما عادش فيه تكلفة دليل جراحي ما بيخد بالك من نقطة برضه انا النهار ده كنت زمان باخد مقاسات دي ليها تكلفة عليها وعا المريد بعمل دليل جراحي دي لها تكلفة عليها وعلى المريض إنما أنا النهاردة هو المريض مفيش حاجة فيزيكة اللي هيدفع فيها فلوس هو هيجي يصور أشعة يدفع تماني الأشعة وبالي يحط الزرعة بالجهاز مفيش حاجة هتتصنع مخصوص غير الصوفتوير عشان يدفع تمانها فبالتالي هو بيجي تدفع تماني الزرعة تماني الأشعة ويمشي وحط زرعيته في خمس دقيق وياخد أعلى درجة من الدقة والإتقان النقطة المهمة جدا جدا إن أنا النهاردة علشان أحط الزرعة دي بالتكنيك ده خدت وقت قد إيه خمس دقائق زيار تلاتين سنة حطيت الزرعة في تلاتين سنة طيب من النقطة اللي مهمة جدا جدا برضو البرنامج ده عنده قدرة عالية جدا 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 على الأمان للمريض إزاي؟ زي ما أنت حالك شايف كده أولا الكاميرا دي اللي بتصور فيه كاميرا بقى الكاميرا الموشن ديكشن دي بتصور كمان العملية بالكامل بتاعة الزرعة فالمريض ممكن لما يخلص ياخد سيدهاية كده عليها فيديو العملية وعليها خطوات العملية وعليها كل حاجة عارف ذا فيديو الأسطرة كده اللي بتعمل بتاع القلب هو ذا يه بالزبط نقطة التالتة البرنامج ده هو الجهاز ده مفيش منه جر 18 في العالم لأنه هو محتاج حاجة اسمها Navident Pre-Certification حضرتك لازم تبقى Certified علشان تداريب تشتغل بالجهاز ده تمام؟ فبالتالي احنا جبنا راجل International Trainer هم اتنين في العالم جبناه في Shiny White الراجل طبعا الحمد لله زهل قاعد يقولي أنا ما شفتش الدكورات دي في حياتي وما شفتش المنظر ده في حياتي هو راجل أصلا إيطالي بس هو يعني قال لك أنا في إيطاليا كلها ما شفتش الكلام ده ولا يفعل منه أنا بلف العالم بلف العالم كله بالجهاز ده عشان يوريلي الناس وبيقولي أنا ما شفتش وأمريكا هي اللي بتعتبق زيكو كده وراح أمريكا والله هو بيقولي ما شفش زي شايني وقت والله الحمد لله الحمد لله حاجة تانية إنه هو غير الموضوع الـ بري سيرتيفيكيشن ده كل حالة بتتعمل بيقوم البرنامج أوتوماتيك يقوم مقارن الـ بري بلاننج بالبوست بلاننج لأنه هو عنده بقى الفيديو انت حسن الزرع فيه معه عارف معه مصور يقوم مركبهم لك على بعض ويقوم إيه لك أهو أنا عندي الأيرور بتاعي 0% كويس 18 جهاز على مستوى العالم على مستوى العالم مفيش غير 18 جهاز نافي دينت الشرق الأوسط كله بالكامل مفيهوش نافي دينت غيرها عند مصر عند شايني وقت فالحمد لله قدرنا نبقى في مصاف الأوائل في التكنولوجيا اللي هي كان الغرب زمان بيرضاش إنها هتيجي لمصر بس الحمد لله السقل بتاعنا في الانترناشنال ماركت دلوقتي في الساحة العلاجية بقينا حطينا مصر في الخمسة الأوائل في تكنولوجيا طب الأسنان ما شاء الله وده حاجة مهمة جدا إن انت تقدم للشركات دي نوع من الإغراء عشان يقبلوا إنهم ينزلوا بأجهزتهم في المنطقة ما هو الإغراء بيجي من إنه الجهاز بيحق ريت بالنسبة لهم كويس يعني فبالنسبة لهم لأن الحاجات دي كلها بالنسبة لهم المستلزمات ما هو عايز يشوف عشان يبيع مستلزمات الجهاز ويبقى الريتنج بتاعه ويقول عدد الحالات اللي هيشتغل عليها الجهاز كويس فده أتراكشن بوينت بالنسبة لك عميلة أعلى سكور للجهاز ده على مستوى العالم ما شاء الله عايز بس وقف عند ثلاث نقط مهمين استفادنا منهم النهار ده في عادتنا إنه إحنا النهار ده الزراعة كان فيه تلات تخوفات أولا تخوف الأمان إنه أنا خايف لأ عصب مش عارفه لأ حاجة تانية السرعة لأنه كان فيه ناس كتير بتوقع في الزراعة فترة طويلة لأ إحنا حققنا الزرعة السرعة الحاجة التالتة الكفاءة إنه تايتانيا بكفاءته إحنا النهار ده في الحوار اتكلمنا على تلات نقط مهمين جدا الأكروسي والكفاءة والسرعة منخصهم في طاي دايموند لازم نحفظ الناس طاي تايموند اختصار طاي تايتاني طاييموند هو تعبير عن طبيعة الزركونيام إنه فيه شبه من المس الزركونيام حاجة رائع جدا في عالم طب الأسنان من قترة تقدرهم له سموه دايموند اللي هو المس يعني جميل دايموند 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 العزيز السيد دكتور شدي علي حسين كالعادة أمتعنا في حوار ممتع جدا فيه وحيدة من المناطق المهمة في عالم الزراعة الزراعة حيث ثلاث نقاط ومخطط مهمين جدا كلنا نفسنا نعمل لهم أشياء من تجاهيات الدقة والمتانة الجودة والسرعة صح كده خليكم مع الدكتور طبعا في وقعاتكم من داية وفي وقعات مأساوية في وقعات تخوف وفي وقعات تضحك هنقول إيه بس الإنسان يعني هقول لكم إنه حظ عادة الحظ بيلعب دور يعني الوقع دي بتبقى قدر في بعض الأحيان ما هو يعني مثلا إن هي بتنط مش متخيلة إن هي هتنزل كده بالشكل دا الكومي دي دا الوقعات عادة تبقى من محترفين يعني ممكن جدا محترفة بتلعب كومباص دي محترفة خلاص وتنزل نازلة زي اللي احنا شفناها دي وفيه طبعا وقعات العنق بالذات بتخوفني يعني بتأشعرني يعني لإن الرقبة ممكن وقع فيها رغم تبان بسيطة لكن ممكن تعمل شد رباعي كارسة يعني أو تعمل شد جامد جدا في العضلات الجسم يا جماعة البشري مش قوي جسم البشري ضعيف وده لازم نراعيه جسم البشري يعني الناس اللي تتقاوى على نفسها لا ده لن تكون لك مبني على شوية عدم مرسوسين منفصلين على فقرات على غضاريف والعضلات سهل جدا يحصل فيها تمزقات سهل جدا العضلة يا جماعة مش نسيج يعني انت ما بتلعبش على حديد ولا بتلعب على نسيج مكون عظيم الشأن لا العضلة آه قوية وكل حاجة لكن ممكن في لحظة يحصل فيها تير في حاجة اسمها طبعا شوف بصوا كل الجسم ده على العمود الفقري ده ده الرفيع ده كل الحركات دي والعمود الفقري سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقه بشكل فيه انحناات عجيبة جدا جدا فيعني خلي بالك وانا بقول لكم دايما في التشريح بوريكم التشريح عشان تعرف وخلق الإنسان ضعيفة فعلا فعلا الإنسان ضعيف ضعيف يا جماعة مفياش كلام وهليعرف النهاردة اكتر ازاي نحافظ على نفسنا وازاي نمشي الطريق الصح في الشفاء حلقة مثيرة ومهمة جدا وحوار سيكون ممتعا للغاية مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال وهو طبعا أستاذنا الأستاذ دكتور أيمن عينب أستاذ جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والأعصاب وبكل الطب أصرعيني جامعة القاهرة وصاحب دبلومة علاج الألم بإصلاح في سيولوجيا الجسم سايتوكين والكولاجين سبب المشاكل الكبيرة اللي بتحصل في كل جسمنا القلم يخدع آه يخدع يخدع مين يخدع الدكتور ويخدع المريض نفسه كل اللي عندهم مجعب في ظهرهم معظمهم معهم دوالي يعني إيه بقى العقد العقد هل هي انتشرت ولا هي موجودة وإحنا ما كناش عرف لها هي عقد ومعقدة في علاجها عرق النسى الكاذب الأنهمات هيكون فخ للمريض وفخ للطبيب كلنا بنعمل جراحة بس اختيار المريض المناسب للعلاج المناسب الأستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جامعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا أهلا بك أهلا بك الحقيقة عنوان مهم النهاردة أنت اخترته بحقيقة عجبني قوي هذا العنوان دكتور أيمن حطت عنوان للحلقة النهاردة اسمه إعادة إطلاق قطار الشفاء مع البي أربي حاجة مبديحة جدا وطبعا ما هو قطار الشفاء يعني إيه كلمة الخطار يعني عربيات وبتمشي وراء بعضها صح الأول بس هحب أقول أن الحلقة دي تعتبر من أهم الحلقات في خلال السنة اللي أنا كنت معاك فيها في البرنامج هنتكلم فيها على الحاجات ما كلمناش قبل كده هنلخص خبرة السنة دي بكلمات بسيطة قوي لها مدلولات كبيرة جدا الجسم فيه زي ما انت شفت الإصابات اللي حصلت في الفيديو أول ما بيحصل إصابة الجسم بيطلع انذار اسمه التصليح كويس عشان التصليح يطلع فيه قطر بيطلع سلاسل واربعد عربيات واربعد مراحل واربعد الطلقة الأولى بتكون مع خروج مادة اسمها السايتوكين دي الإشارات تعالوا المنطقة دي اديني قطر في المنطقة دي عشان يصلح لي يبدأ يحصل حاجة اسمها التهاب تبدأ الخلاية تخش يحصل تبدأ تفرز مواد اسمها الكولوجين تبدأ ترمم الإصابات تبدأ تلحم العضلات تبدأ بعد كده الأنسجة اللي كونت تاخد دورة دموية كاملة الدورة دموية كاملة تتحاول لأنسجة جديدة أنسجة جديدة تتضبط حاجة اسمها ريمودلينج على المكان المصاب ريمودلينج يعني عادة التكوين أو عادة تشكيل بالظبط زي ما انت شايفه ده القطار يبدأ المنطقة اللي اتقطعت المنطقة اللي اتمزقت المنطقة اللي اتجزعت تبدأ تترمم بنفس الأنسجة عن طريق إفراز مادة الكولوجين وبعد كده تدورة دموية تديها أنسجة جديدة عشان تعيش معاك على طول أوكي وتملى الفراغ وترجع تاني كويس في خلال وقت قصير عدة أسابيع وتكتمل عملية البناء خلال تقريبا سنة بترجع الأنسجة كويسة جدا ساعات بيحصل خلل يوقف القطر ده وإذا حصل خلل أثناء عملية التصريح زي ده البرو كولوجين شايف الفايبر بلاست بتفرس كولوجين كولوجين ده هو اللي بيبني الأنسجة في جسمنا كله ده غير الكورتيزون طبعا في فرق بين الكلمتين كبير يعني كولوجين ده بروتين الكورتيزون ده هرمون ده الكولوجين اللي احنا عندنا 4-6% من وزنين كولوجين ده اللي بيبني العضلات والأربطة والغضريف والأوطار والجلد كمان ده حاجة تاني حاجة زي ما اتفقنا لو حصل خلل أثناء التصليح نتيجة مشاكل كيموية حصلت نتيجة ضعف في عملية البناء سن العيان مشكلة في الهرمونات كل ده بيبدأ يوقف اقدر التصليح مش حيرجع تاني مشكلته انه مش حيرجع تاني هتفضل قاعد في المحطة مستنيه طول عمرك وهتقعد بالإصابة طول عمرك مفيش سكيب يعني مفيش هروب من نقطة لنقطة تانية لازم يمشي حاجة ورا حاجة لازم يمشي حاجة ورا حاجة ومعظم الإصابات بتعدي كويس لو كانت إصابة عنيفة نتيجة حدثة حاجات حتخف وحاجات حتفضل وحتفضل عايش بها عشان كده العين بيجي بيقوله 10 و 15 سنة تعبين يقوله أنا مأثرتش روحت لدكاترة كلهم خدت العلاج ما أول ما تعبت سيفيش حاجة جابت نتيجة لأن عدى القطر وما رجعش من معظم الحاجات اللي بتوقف القطر ده المسكن أي مسكن في بداية الإصابة بيمنع عملية التصليح أو الكورتزون دول أسوأ حاجتين تبدأ بيهم مع الإصابة دي حاجة ثاني حاجة الـ PRP بيدي لك قطر جديد بفرصة جديدة إنك تخف بأمل جديد إنك تخف لأن زي ما اتفقنا زي عدى القطر مش راجع تاني وحتفضل طول عمرك مستني ييجي ومش هييجي فالحل إن احنا نعيد تاني عملية التصليح من الأول زي ما الجسم بيعملها لنفسه فلازم تبدأ تحطول محفزات بناء علشان نبدأ يعمل قطر جديد دي خلاصة كده فكرة الصفاحة الدموية حقنا صفاحة الدموية الغناية بالبلازما طيب لو قلنا إن أنا عندي حالتين أنت عالكتوهم الحالتين حالة أو يعني حالتين أنت شفتوهم يعني واحدة أكيد عالكتها والحالة الأولى تم علاجة الاتنين بيعانوا من انزلاق وضروفي واحدة أنت عالكتها باستخدام العلاج التحفظي بالـ PRP والتانية تم التدخل فيها الجراحية تم التدخل فيها بإسلوب الجراحي بإصلاح جراحي صحيح الحالتين دول إيه الفرق بينهم إيه اللي حاصل في الاتنين صح يعني لو قارننا تاريخ علاجي للاتنين أنا بتكلم مش بقى إيه الفرق بينهم بس في النتيجة لا أنا عايز أشوف إيه اللي جوه بالضبط الديسيجن إن إحنا مين هيعمل قرار مين حقيقة ناخده في العمليات ومين حقيقة أبدأ مع العلاج معين الاتنين عندهم غضروف ونفس المنظر في نفس المستوى تقريبا على حسب يكونوا قريب لا مختلفين أيوة نعرف أني بكلم عموما في العموم ونحن نتكلم على حالتين فعلا نتكلم صحيح أنا شفت ناس كتيرة يعني ممكن الولدة وبنتها ممكن الأب وابن أو اتنين إخوات وفي واحد واصل لعملية واحد لا على حسب أعراض العيان على حسب العصب قد إيه مستحمل تاني إحنا مش مقياسنا الأشعة خلص وده ده ده كلام لكل مريض إحنا مش مقياسنا الأشعة إحنا ما بنقرن شي بأشعة ولا بنعالج بأشعة يعني ماينفعش تاني برضو أرفع الأشعة وقل عنده محتاج عملية أو لا دي حالتين الحالة الأولى اللي هي على الشمال دي عندها نزلق غضروفي كبير قوي شايفو اللي هو خارج بر القناة العصباء اللي هي على يمين اللي قاعد على الشاشة اللي على شمال اللي على شمال اللي قاعد على الشاشة واللي على يمين وده حالة تانية عندها ده برضو نزلق غضروفي خارج من مكانه الحالتين عندهم تقريبا غضروف شبه بعض وفي مقطع بعدها حيبينها قوي قريب قد إيه من العصب الحالة اللي على اليمين ده حالة عندها غضروف أكبر من الحالة على الشمال شايفو يعني حتى السودة دي كبير قوي خارجه ده يسعى العصب الليمين واللي على الشمال ده غضروف حجمه أقل شوية شهير أهو ده يسعى العصب الليمين برا اللي هو اللي عليه العلامة الحمرة يا جماعة بين الأسهم اللي على الشمال ده مشكلته إن فيه نقط كده أنا حاطتها باللابيض ده المفصل مفصل اللي هو ياخد العصب اللبيض بينه الغضروف وبينه المفصل شايفوا؟ فالعصب مزنوق كان زنقة عنيفة جدا وجوه العملات شفت أنا العراض دي حاجة فضيعة الست يعني ما بتعرفش نم بالليل ما بتعرفش تقعد التاني هرب من الضغط اللي إن عنده القناة العصبية أوسع شوية فبعد شوية عنه غضروف فالعين كويس جدا وهيل جدا مع إن لو حتشوف اللي اتنين هتعمل اللي اتنين عملات وانت مغمط وخصوصا اللي خف الواحده ده مغري أكتر لإنه غضروفه كبير بس إحنا ملناش علاقة بالأشعة تاني لين علاقة بحاكتين أعراض المريض إيه؟ وخصوصا أثناء المشي أما تختار عيان يعمل عملية ده عيان بيخف مية في المية بعد العملية أما تختار عيان ملوش عملية وتعمله ده عيان عمره ما هيخف وحيقعد يعمل عمرية وراء التانية وحيعيش في معاناة طول عمره القرار ده ممكن يغير حياة بني آدم ممكن ينجيه وممكن يغرقه فلازم تاخد بالك جدا كدكتور قبل ما تاخد القرار ده لو حد بيكتب وراءنا دلوقتي هتقوله إيه مقاييس التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات؟ أول حاجة فشل علاج التحافظي فترة طويلة تاني حاجة عدم القدرة على المشي مسافة ربع ساعة ونص ساعة يقعد في الطريق كذا مرة خلاص العصب بيعاني تالت حاجة طبعا الحالة الأسوأ ضمور في عضلات الرجل وسقوط في مشتر الرجل خلاص مشتر رجل عامل كده بيمشي يرفعه هو وماشي الشبشب بيقع منه رابح حاجة والأسوأ بقى تماما عدم تحكم في البول بس دي السيدات يخلوا بالهم منها لأن دي ساعة لها جزء في أمراض النساء مش من العمد الفقري بس يعني دايما في دكاترة بترعب العيان تقوله بلح يسبقك تلحق تعمل عملية خلال 48 ساعة وإلا أنت عارف هيحصل لك إيه لا كل ده غلط هي بتمشي بالتدريج فيش عيان عمره ببلح يسبقه بيمشي كويس خالص ما فيش عيان ما عندهش غدروف في الأشعة والبول بيسبقه يبقى أكيد عنده مشكلة تانية في المسالك كلام واضح لازم يبقى فيه ترجمة في الأشعة ترجمة على المريض أعراضه وترجمة مع الكشف دول كلهم لازم يقوم مع بعض لازم مصلحة المريض في قراري أوكي؟ ماينفعشي ناخد قرار عشوائي علشان في الأشعة غدروف يا ما شفت غدريف وحوريك دلوقتي اختفت لوحدها جسم كلها الوحدة هو ده السؤال هل ممكن غدروف يوش بدون علاك؟ كتير شفتها كتير؟ اه والله قلت العينين قالوا يحنا سألنا الدكاترة اللي قالولي الكلام ده مش موجود فصورت بقى عيان جالي أشعته واستأذنته طبعاً وشايلة أنا اسمه وهنعرضها اه اه اوكي؟ دي 2013 العشمال شايف غدروف باين اللي أنا معلمه باللحظة اه طبعاً باين جداً اللي هي الاسود اللي بارز بازز بقى اهو بزرط 2015 العلمين راح فينه غدروف مفيش غدروف لكنه عمل عملية وده أنا مجيتش جنبه ولا علكته انا شفته بعدا مخفة على فكرة ده خف الواحده؟ ده خف الواحده ده بزي الجسم فيه خلايا اسمها ماكروفاج بتاكل اي حاجة مش في مكانها فيه زاكرة في كل خلايا عارفة ايه اللي حواليها والغريب بتاكله بترجعه مكانه تاني في خلال الوقت هو الغدروف ده زي ما انت شايف ده سنترل يعني في النص لا يمين ولا شمال مجاش قوي جنب العصب فعده شوية العيان يعني ما كانش عنده عارض جنبه وصبر عاد تاني الأشعاد بعد فترة ما لقهوش فيه مقطع تاني حنشوفه يعني باين جدا انه اختفى شايف العلمين اه اللي انفجره وضروف القناة العصبية كويس قوي ده خمسة أولعة جزائي العلمين ده اللي على الشمال كان العلمين اختفى واقف على حدوده اه الحتة اللي جواه قناة عصبية الجسم تخلص منها الجسم تخلص منها طب ايه لي سؤال بديهي دي مش اول حالة بقى نشوف حالات كتير دي حالات مثلا سمير وشهير خلينا في الاسماء الشهير فالنفرض انه ده سمير اه الذي تعامل الجسم في السيولوجيا الرائع وتخلص من الغضروف اللي هو تمام اللي يخلي شهير عنده نفس حالة سمير بس ما يشوفهاش العكس الحالة تسوق تاني برضو لو وضع الغضروف مع العصب بص احنا معظم المصريين عندهم دي قوي في القناة العصبية اه اولا يلمن لربنا كرمه وعنده القناة العصبية واسعة فمهما الغضروف ينزل عنده مساحة يبعد عنه العصب فده عين بيستحمل وماشي كويس اللي عنده القناة العصبية على الأد اول ما ينزل حتة غضروف صغيرة مع المفصل من وره زي ما شوفنا بياخدوا زي السندويتش بياخدوا زي العصب في النصر اه بيفحص العصب يبدو العصب يعاني ويصوت ويسرخ يعني ده اللي يعمل عملية انا كل عينيني اللي بيخش في مستشفى بيعمل عملات ما بيعرفوش النمو عن طربس التخدير من كترة قلم من بنجهم بعدين نايمهم يعني ده الحالات اللي بيشغل عليه عمليات ده وضع العيان صويت مش عارف يمشي رجله واجعه جدا وده بيخرب يعني بعد العملية في المنتهى السعادة ده اللي يعمل عملية مش اي حد معدي يقولك انا بالعب كورة والدكتور قال لي كده كده عنده غضروف هتعمل عملية طب ما تعملها دلوقتي يا اخي وروح اعمل له العملية في دخله في نفق مظلم كمان وفيه حاجة اسمها هتعملها هتعملها ما تعملها دلوقتي طب ما بتبني الاعراض بقى نعملها هان ممكن ما تجيشته لعمرة لأ وبعدين غير كده ممكن هو وهو بتعمل بقى عملية الواحد مش محتاج عملية نعمل احنا بقى مشكلة مضعفات بقى مضعفات خد عندك بقى من تلايف وارتجاع غضروف تاني وعدم تسبب فقرات والتهاب حاجات كتير قوي ممكن تحصل حاجة اسمها ديسكايتس سلتهاب في الغضروف نفسه ليه انا اعرضه للمشاكل دي بدون لازمة وده العين اللي بيجي غريب يناقشني بقول له يا ابني ما لكش عملية والغضروف اللي موجود وما قال له خليه موجود ما هو مش عمل لك مش كده حلوة اهو الكلام اه لا احنا الحلقة دي مهمة جدا ومسيرة وفيها حوار يعني قوي جدا وعلى مستوى عالي جدا فخلينا انتقل الموضوع تاني كم المهم يعني ايه متلازمة التلايف في العضل ايه ده احسن انت قلت دلوقتي من ضمن الاعراض هيا انا بشوف ناس كتير عندها متلازمة التلايف في العضل فيبرومالجي اه فايبرومالجي اه وانا اول يعني واحد بيبقى شخصهم وبعدين بقى سمع عندها غضروف ليك عملية عندك خشونة ما عندكش حاجة انا خدت منك معلومات الفايبرومالجي بيجي شخصها اه دي حقيقة اه بيجي بيجي انا خدت بالي انها حالات كتير وكله تقول له هستوري يقول لك انا بقى لعشر 15 سنة تعبان وايه واعد على يعني كل التخصصات وسامع كل التشخصات التلايف العضلي ده مشكلة نقص مادة الكولوجين في العضلات فبتبدأ تعمل متلازمة معها قولون عصبي معها ألم في العضلات والمفاصل فوق 18 نقطة ألم زي ما احنا شايفين دول يعني دول لازم يكون موجودين فما فوق اه بعد كده بيبدأ يخش بقى في مشكلة كمان في الجهاز العصبي المركزي عنده اكتئاب عنده عصبية قلة نوم دوخة صداعه مزمن فكل ده بيبدأ مع ألم مزمنة جرب كل المسكنات اه بيخش بقى في الدارة المغلقة دي من ألم يعمل شد عضري يعمل اجهات طول اليوم يبدأ يقلل نشاطه نايم في السيري على طول يبدأ عنده خمول مش عارف يطلع من السيري ياخد ساعتين عشان يقوم خش في اكتئاب لأنه وظيفه كلها الحيتية وقفة تبدأ العضلة تخش في تشنجات تبدأ الألم تزيد لأن مادة ساعتين بتطلع من الاكتئاب المخ بسبب الألم ومن العضلات الملتهبة فبتعمل ألم في مناطق تانية وتالتة وربعة وتنتشر والنار تولع دي صورة لعشمال دي فيها التلاف العضل ينقص مادة الكولوجين تلافات حشوية العليمين غامقة لأن الكولوجين مكسف فيها فمديها قوة تبقى عاملة زي السجادة الضعيفة اللي ممكن تتقطعها بسهولة في التلاف العضل فالتلاف العضل ليه مناطق ألم كتيرة قوي بتلقبط بقى كل الأمراض يجي لواجع في رقابته يقولك ده غضروف يجي لواجع في ظهره يقولك ده غضروف يجي لواجع في رجله يقولك ده عرق الناس يقولك ده عرق الناس يبدأ يتشخص أنه بالضبط وفيه بيعمل عمليات لو لقى غضروف صغير يقولك ما نشيله ونخلص يبدأ يجي له تنميل في إيديه يقولك ده خان إطعصى بيعمل عمليات وما يخفش هكذا بقى يعني تقعد الأمراض تزيد تزيد وتعدي بعض وهو مش عارف عنده إيه وعلى فكرة انترناشنال يعني بيجي لي ناس من دول كتيرة من برة كندا وفرنسا والمانيا ودول العربية جرنة وهولان ده جالي كذا واحد كلهم تلاف عضلي بتشخصه بصعوبة برة مرض مش متعرف عليه قوي كلهم بياخدوا علاج للإكتئاب وترامدول في الآخر مسكن آمن على فكرة ترامدول من زي ما احنا فاكرين يعني بس اتاخد لللي محتاجه لللي محتاجه مش كم مسكن آمن هو ترامدول ده ده غريب لو اتاخد في حالة وجود ألم وحالة فعلا الالتهاب بيبقى آمن وبيبقى تأثيره جاي صحيح هو ده للناس اللي هتعيش فترة طويلة على المسكن فهو استحسن ياخده لأ وطبعا بتصرف برشتات برشتات طبية للي حالات زي دي مصادر طبية محترف آآ آآ بالضبط ويكون بجد لأنه أرحم من الباقية المسكنات على الكيلة والكبت ده ألام طبعا المتعرف عليها ومعظم الألام يعني ده شبه عرق النسا بالملي شايفو بياخد الفاخد من مرة هنتكلم على عرق النسا آآ آآ ده بيدخل في ديفرينشال ده جلوس وهو ده اللي هيفتح لنا الحوار كله لأنه ده مثلا ده مشابه لحالات كتيرة مشابه لعرق النسا مشابه للانزلق الفقاري مشابه لعاجات هنتكلم عليها دلوقت وفعلا الناس هتبتكر إن ده مثلا شبه إيه ده شبه ده خشونة الكتف آآ والغضروف العنقي آآ وبعدين الحالات دي بدأت علاجها بالPRB بالصفايا الدموية الحمد لله نتائج مذهلة هو ملوش علاج اللي PRB ده عشان هو بيعودت كل شيء آآ بالضبط كده وناس تحسنت تقريبا وصلت لمية في المية في كذا شهر الحمد لله وحياتها تغييرت فيه ناس بتيجي تقول لي يا دكتور أنا مش مسدق إن أنا بسحى كل يوم الصبح وكنت باخد سبع تامنة قراس مسكن ما باخدش حاجة تلواتي هو نفسه مش عارف إن هو حيعيش كده مش مش بتخيل يعني على فاكر نص فريقنا نص فريقنا كان عنده فيبروماديو الدكتور أيمان عالجهم وبقوا كويسين يعني لأ ده كانت فيه ناس يعني فعلا عندهم قلم ضهر مستمر آآ من أول حقنا أو اتنين يعني حتى ما ما كلفوش نفسهم يكملوا أنا جايب لك حالات حنعرضها حالات كتصعبة عرق الناسة بقى أنا عايز أتكلم على عرق الناسة أوكي عرق الناسة ده أشهر مرض الناس بتتكلم عنه هو الانزلق الفقاري مع بعض حالات نين ليه؟ وأشهر مرض واخد سمعة وحشاوي آآ بسبب إن كل حاجة في الرجل يقولك عرق الناس يعني أي حاجة بتوجعك لدرجة قدم الرجل لو بيوجعك هيقولك عندك عرق الناس تشخصات غلط دكاترة بقت مش محترفة بتدي تشخصات غلط بقى مشكلة العين بص أول ما بيسمع أول تشخيص أول دكتور بيلزق في دماغه وبعدين انت صعب جدا تغيره دي حالة من الحالات اللي أنا علجتها مريضة عندها خمسين سنة تعالجت قريب يعني في فبراير اللي فات شايف عندها كسر في الفقرة الرابعة قطنية الدائرة دي منطقة الكسر شايف باين قوي يمين وشمال على الفقرة وده زحزاحة فقارة وعندها مخارج الأعصاب اللي صورة اللي على الشمال يا حادثة دي مقفولين لا معظم الناس بتشيل تقيل فبيبقى يسمع طق طق قسر المفاصل بس هي ما تزحزحتش مكانها قوي بس بقت ملاخ لاخة هنشوف اللي بعدها شوف بقى ده كارت بتاعها أنا مصور كانت الألام عندها الديل اللي على اليمين شايف ألام الظاهر بالرجل الشمال بألام الرقبة ودي صورة مجمعة عاملة على العمود الفقري كلها عندها غضروف عنق خمسة وستة وعندها الزحزاحة الفقاري أربعة وخمسة ما خليها الألم ساروخ على ناحة اليمين بالضبط ألام وماشي متقطع بتمشي وتقعد في الطريق دي تحسنت جدا مع أول جلسة في خلال شهر وصلت تقريبا فوق الخمسين في المائة شايف بين أول الزحزاحة ودي القناة العصبية عشان كده أنا مش بقول بالأشعة دي طبعا أول ما بشوفها حولها عملية بس أنا أما كشفت عليها وشوفت الألام محتملة نقدر نصبر وستة متخوفة من العملية فمستحق أن ناخد تجربة ناخد تجربة ناخد محاولة للشفاء ونجحت وتحسنت ومع تاني مرة تحسنت أكتر ما بيرجعش العان لورة تاني إذا خف ما بيرجعش لورة تاني حتقول لي إزاي الفقرات لحمتها هي ما لحمت شي هي بقت ثابت أكتر بسبب الأربطة قوية فبقت مسكة الفقرات زيها زي المفصل اللي القصر ده فإدت نفس التأثير طيب دي القناة العصبية هذه الحالة اللي إحنا يقولنا أنه مشكلة مصر أو مشكلة المنتقى العربية أنه القناة العصبية ديئة ديئة أيها دي معظم عملياتي بتبقى على فكرة دي قناة عصبية أكتر منها نزلها في ظروف لأنه ما لاش حل دي القناة العصبية الحبل الشوكي مزنوء زنقى والمفصل عملة تزيد في الوقت والمفصل عملة تضغط على الأعصاب صحيح إيه بقى؟ إيه الحكاية تبا؟ في حالة حعرضها برضو ده كان عيان من المينيا عنده 54 سنة معالجه في يناير اللي فات عنده شايف دي القناة العصبية المفصل اللي نقطتين الحمر اللي تحت ده المفصل حصل له زواد عظمية قفل على مخارج الأعصاب اللي هي بالليسود اللي في إيدي شايفها؟ دي مفروض تبقى النوارة بيض اللي هي النقطة الصفرة دي مفروض داخلها لجوه قفلت يمكن مش واضحة بس هنوريك باقي الصورة لبعدها فالمهم دي قناة العصبية مسلسة عنده وعملت قفلت مخارج الأعصاب وعنده ماشي متقطع كان بيمشي مسافة قصيرة جدا لخمس دقايق ويقعد في الطريق كان عنده بداية سقوط في مشت الرجل في الساق اليومنا ده الكارت بتاعه اللي أنا حطه عنده كان سقوط جزء في مشت الرجل اللي مين ودي أشعاته لع الشمال شايف عنده حصل ديق في القناة العصبية قطنية فده اتعالج معايا في خلال شهرين الرجل اتحسن 50% وبعدين 100% أنا مكنش مسادق بسرعة يعني أنا حتى قلت له أخبار الماشية يا لا أنا بمشي زي ما أنا بمشي 2 كيلو 3 كيلو ياه قلت له طب مشت الرجل قال لي بتحرك قلت له بجد إحنا عمشت الرجل ده ما بتحركش أصلا حتى قلت له بالعملية قال لي بحركه وشوري يعني بحرك قلت له عندك إيه اللي نقص قال لي شوية تنميل خفيف في الرجل أنا كنت أصلا ما هيقول العملية وقلت له ما خفيتش هنبدأ نعمل العملية وخد العلاج البيع وخد العلاج وتحسن جدا رجل في منتقى السعادة في منطقة القطنية في حالة تانية كمان في حالة تانية كمان كان عندها دي قنعة عصبية 3 4 4 5 احنا بسميها حاجة اسمها تايت كنالستينوزوس تايت يعني ديق جدا تايت يعني خلاص ملهاش مخرج يعني وزي ما انت شايف عمود الفقري بتاعها سيء جدا هي الحالة دي شايفين يا جماعة أكيد انتوا بقتوا شاطفين الحبل الشوكي اللبيض اللي منازل ورده شوفي شوفي اللبيض اللي في النص أنا عدد من 1 ل 5 اللي جنب الأرقام على طول بالضبط اللي جنب الأرقام علي منها شو بص الحبل الشو بقى كله مخنوق كل الفقرات الغدريف اختفت بقى فيها زوائد عظمية كتير هاولوكو عامل زي ايه زي بالضبط كأنك باصص لي هاولوكو ايه سوساج يعني حاجة زي سجوء سجوء زي بتاع السجوء الصغير اختناقات اختناقات صحيح دي سيدة 71 سنة عندها زي ما انتا شافش سهم اللي انا حطه على الصورة اللي على الشمال العصب مخنوق جدا بتاع الرجل اليمين دي تحسنت حوالي 70% بعد اول مرة كان في ناري اللي فادة 2016 فازاي بقى العصب بيصلح نفسه المواد التحفيزية اللي بتطلع من الصفاحة الدموية بتدي قدرة اصلحية للعصب انه يتجدد فاذا تجدد مشي احسن لعيانة قلم قلة التنميل القلب ومش حيرجع له تاني تاني برضو بقول في حالة انا حوال رهالة كان معالجة من 2013 الرجل ده كان بيمشي خمس دقايق دلوقتي بيمشي ساعة على ربع كل يوم ثلاث سنين بقاله ثلاث سنين ومرجعش الورق تاني ده كان ايه ده كان ديق خناء عصبية مرتجع بعد عملية ما تحسنش فيها ديق خناء عصبية مرتجع بعد عملية ما تحسنش فيها ده اسمه فيلت باك فيلت باك يعني يعني فشل جراحي قبل كده ده بعد جراحة تم علاجها قبل كده ده برضو من الحاجات يعني فكرة نعمل عملية وما تتحسنش الحالة شيء مزع جدا بالنسبة للمريض يعني نفسيا المريض بيبقى في السقة بقى في الطب خلاص طبعا ومش عامل عملية تاني لانه هو خاف تفشل تاني زي ما انت شايف الصورة دي ده الاكس راي اللي على اليمين الرابعة والخمسة كلابست مقفولة على بعض تلاتة واربعة ملخ لخة فهو ده محتاج شرح مصامير اللي على الشمال ما خارج الأعصاب اللي هي بالصفرة دي مقفولة شايف النقطتين السود قفلين عليها وده قفلين تماما بالزبط وده الراجل تحسن جدا من 2013 ودلوقتي بقى بيمشي بعد عنده كان 64 سنة 64 سنة بقاله 3 سنين بيمشي كويس جدا ما شاء الله ما شاء الله كويس جدا ما شاء الله كان عامل عاملية من 15 سنة 15 سنة اه ورجعت له تاني طب لو حدست انه الانزلاخ الغضروفي بقى زي حد او منفجر بشكل حد الحد ده يختلف عن المزم حد ده ما ديش جنبه سيبه بجد والله سيبه فترة علاج تحفظي لازم تسيبه يعني لو لسه حد حصل له غضروف عنده فرصة كبيرة جدا يخف لوحده سيبه اسبوعين ثلاثة بالعلاج التحفظي حيخف 90% منهم حيخف ما تستعجلش تعمله عملية لانه هو في الاول الغضروف معب ميا فعص العصب والكهب بشوية بيقل الاتهاب بيقل الميا حجمه بيقل تحسن جدا فيه ناس بتاخد علاج بترجعلي انا مش عارف مين اللي داخل ده انت كنت داخل بتعيط وبتعرق ايه ماشي كده ازاي بس بالعلاج بس بالعلاج فالحد لازم تسيبه وتسيبه المزمن بقى اللي عده في مراحل فشل ومحتاج عملية ده هتعمل له عملية حالة مهمة جدا انزلاق قضروفي منفجر منفجر ده راجل جميل بقى ده كان بيجي لمسكندرية جيلي بيقول لي انا بمشي عشرين متر ببقه عشرين متر عنده انفغار زي ما انت شايف الرابع والخمسة على ناحية اليمين وانا قلت له وهو طبعا خاف كل الناس خافة من العملية قلت له هنجرب البي ار بي اتحسنت بيه هنكمل متحسنتش التحليل مكتوب على ظهر الرشدة اعملها لي وتعالي جيلي بعد شهر قال لي انا ماشي من مدان التحرير لعياتي ده ثلاثة كيلو قال لي انا جيلك ماشي ثلاثة كيلو قلت له اخبارك ايه قال لي انا تمانين في المية تحسن قلت له خلاص احنا هناخد تاني مرة وما تجيش تاني خد تاني مرة وتحسن قوي جالي بعد تلتة شهر قال لي ظهر وجعني جدا قلت له ايه اللي حصل قال لي كان فيه عندي عربية كده هو بيشتغل في حاجات تجارة ومكانتش فيه حد فهو شال اربع طم فضع اربع طم فضع اربع طم ظهر وجعه شوية انما رجله سليمة وبيمشي زي ما بيمشي برضه بيهرر رجل تزبط يرجع يشيل عربية اربعة طم دمهم خفيف يبقى وسأرى اتبسط انه مستحق يشيل اربعة طم اه يشيل اربعة طم دهر وجعه هو جالك يعني بعد بعدها بقى جالي تاني بعد ما تعالك بعد الاربعة طم ماته ما يتحسن كان بيعرضلي على شعات حد تاني البيئر بيبقى البيئر كيف يوجهز كيف يجهز احنا بناخد دم العيان بنفصله بناخد منه الصفايح وبعد النحانة هنشوف دلوقتي بالتفصيل الحكاية دي الحال ما بيوجعش والبروستس كلها اي عملية ما بتخدش وقت بس بيحصل قلم خفيف اسمها قلم الشفاء زي ما قلنا قطار الشفاء بينطلق من جيه مش في كل الناس مش في كل الناس اه بالظبط انا جوف ناس ما عندهم شعر عادي يعني اه 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 في ناس بتيجي وناس ما بتجيش انا شفت ناس اه 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 بس يعني اذا جيه قلم خفيفة زي الرياضة وحاجات كده ده مش حاجة وحشة وبعد كده بيتحسن ممكن واحدة ورد تانية ويوصل نتاج حد بقى عظيم جدا هل في تعليمات قبل الحق؟ اه التلغراف المهم بقى لان احنا هنشوف طريقة التجهيز لكن التلغراف المهم اللي ممكن تقول تقوله او تكتبه لأي مريض اه التلغراف المهم للمريض وللدكتور ما تتصرعش في عملية مش محتاجها اي حد تقلو عملية حاول تاخد رأي كذا واحد معك تاني او كذا دكتور تاني اه بعد كده التلغراف التاني دايما فيه امل دايما فيه امل انك تخف دايما فيه امل ترجع كويس فيش حاجة اسمها فقدت الامل احنا ما بنفقدش الامل لان ربنا موجود وربنا اللي بيش في الجميع وزا فقدنا الامل ده ده زنوب يعني ده ده معصية لازم دايما عندنا امل في ربنا وعندنا ثقة في ربنا نختار بس الدكتور الكويس اللي نبدأ معاه وان شاء الله احنا نبقى كويسي كل شكرا التقدير ضايف لعزيز القمال المال الكبير الاستاذ بكتور ايمان عينب واستاذ جراحات العمود الفقري والمخوى الأعصاب بكل الطب أسرعيني وطبعا صاحب دبلومة علاج الألم بتنظيم في سيولوجيا الجسم وزميل الجامعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري بفرنسا وصاحب الحضور الكبير واحد القلائل الموجودين في الشرق الأوسط الجامعين بين العلاج التحفظي بالبي ار بي والاسلوب الجراحي التقليدي تعالوا نشوف ازاي بيتعمل البي ار بي اسمحولي انا الرحب بضيفي العزيز الاسسد دكتور سيدة الاخرس اللي اكيد بينوارني اهلا بياك دكتور سيدة ايمن ازاي في حالات حب انسانية مهمة جدا ان الواحد يشخص ان الواحد يلاقي الرضا على وش مريده او مريدته ان الواحد يلاقي عيلة بيلتم شملها بعد قرار طبي سليم بعد ما ممكن جدا ان تكون الحالة المرضية او عدم القدرة على الانجاب بسبب فرقة هذه الاسرة وده وارد جدا فانا عايز اشوف وجهة نظرك الحياتية من خلال مفكراتك ومذكراتك اكيد عن الحب حب في حياته الطب من يحب لو قيمة الحب داخلت جواه اعتقد بتوصله لجزء من في السمو واعتقد كاقدم مهنة اعتقد اهل اقدم مهنة في الوجود هي طب النساء والولادة لما نقول ستنا حاوة اول حاجة حصلت انها لما حملت ولدت ازاي محدش عارف بس اهدمهنا اهدمهنا موجودة في عالم المرأة عالم المرأة اللي هي بتحب وبتتحب وبتدي وبتعطي وهي الام وهي البنت والاخت والحبيبة وهي العشيقة وهي الرفق وهي الشعر وهي الليل وهي الجنون وهي الجنان وهي كل حاجة وهي الامل والحلم انت بتقعد تجهز نفسك طول عمرك احيانا عشان ترتبط بحد والحد ده اللي عاوزه احيانا ان يبقى شبيه امك ولا مختلف شوية عايزها شرقية عايزها غربية عايزها لونها ايه عايزها لكن في الآخر مش هتعرف تحرك كل حياتك اللي عن طريق الحب كل يوم وإحنا بنمتهن مهنتنا دي وإحنا عشرين عشرين يتواجهنا كل يوم مشاكل وكل يوم حواديد وكل يوم مفرقات ما بين الساقية اليومية الحياتية اللي اللي كل شوية تجيب لنا من العمق على سطح الميا مشاكل موجودة في العمق وكلنا نكتهت في تشخيصها ورصدها وتفسيرها وحلها ما اعتقدش إن كل الأطباء بيبقوا فرحانين قدينوا حل لغز طبي والمريضة شفيت على إيده بعد ما شئت ربانه وعدت بر الأمان بعد سنوات من العتمة والظنمة والألام والأورم اللي فيه وبتنت الرح من المهاجرة ومشاكل ضخمة وعيوب خلقية آسف ما تكوينات خلقية لكي نبدع في حلها فيستفيد البشر بعد كما ولكن بعد عشرين عشرين وحنا نتكلم على صورة المنظير والمنظير اللي دخلت في عالم المرأة وعالم الإنسان على المطلق والتفاصيل الكبيرة المعقدة وحلولها عبد عبد للتخليد وبالتالي بننفذ أحيانا هكذا وجد عليه أبؤنا ولا هو مرتبط أحيانا بدين وبالتالي بننفذ التخص الدينية أحيانا بوعي وأحيانا أنك أنت بجهل تعبد الله وبالتالي أكيد عبديتك لله عن جهل تخليك العبودية دي دون مستوى العلاقة بينك وبالربك كلما زاد الوعي والعلم عبدت الله على شكل يلي بقداسة وعظمة الله وبالتالي كلما يكون عندك علم وعم كلما كانت علاقتك حتى بدينك أقرب وأنقح وأروع وأركع وبتكون قوي والله يحب المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف تأتي القوة ليس جسدية ولكن القوة حتى الجسدية بتأتي بمعلومات وبعلم غزير وبالتالي أنا قوي أنا قوي بالقوي بالقوي والله قواك وبالتالي بقيت قوي على كل المشاكل اللي ممكن تواجهك في عالمنا كل يوم تجين حالات وحالات ما بين حالات متكررة يوميا أو حالات ندرة أو أحيانا تسمع عنها ما تشوفهاش ولكن تسمعها موجودة في كتاب موجودة في خبرات أحد الأطباء الأفاضل يتكلم عن روايته يدونها بكتاب سطور أو دونها حتى بصور أو قدر يرصدها عاوز أبدأ بحالة كانت غريبة جدا حالة جات لامرأة في التلاتينات أو آخر التلاتينات متأخرة في الحمل وألام رهيبة قلة جدا في الجماع ديسبرونيا رهيبة جدا ديسبرونيا ألام أثناء الجماعة دي بسيتة بين ألام عميقة يعني يا ريتها عميقة لسه ما كنتش لسه قربت من المريضة وبعد كده في تاريخها إنها حاولت تعمل محاولة حقن مجهاري طيب نشوف المريضة نشوف المريضة سونار رافضة سونار المهبلي هتعمل سونار عن طريق البطن هعمل سونار عن طريق البطن ما فيش أي حاجة غير طبيعية موجودة على البطن أثناء الكشف زهول من الموقف ده إزاي المريضة دي موجود فيها كل المشكلة دي وسكتة وقعدة وبتمشي كانت وادلنج بتتحرك مش قادرة تمشي الوادلنج هي مشي قعدة مش قادرة تقعد فيه نوع من المشي اللي فيه نوع من الميلان على الخوض على الجانبين وادلنج هي مشي ذات البطن ذات البطن ذات البطن كيس موجود اسمه كليتوريال سيست كيس البازر كيس أكبر من رأس بيبي بيتولد كيس ديامتر بتاعه عدل 20 سنتي 20 في 20 سنتي كيس أول حالة ترصد على العالم بهذا الحجم دايما كليتوريال سيست أو الكيس البازري موجود في البازر للمرأة موجود يعني مايوصلش أبدا لكل دايما شاة زود ديامتر ولكن يأتي من إيه المريضة لو نبص على الشاشة التانية لو يقدر قادي الكيس الضخم الموجود الجلد الحجم ده اللي هنرجع نتكلم فيه كم 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 حوالي 20 سنتي 20 سنتي 20 سنتي هنتكلم على أكيد لما تيجي تشوف عشان تشوف علميا ده كان موجود ازاي في الموسوعات الطبية مفيش حاجة بالحجم ده طيب ده حالة عدي كل يوم بنتعامل مع الأورام اللي فيها وبنتعامل مع بطانة الرحم المهاجر وبنعمل حالات وبنبقى فرحانين جدا نتهالة المشكلة ولكن أحيانا ما بنربطش الحدث ما بين الأشياء وبعضها لما نيجي نقول أني في بعد فرحة الناس بفلانتاين دي المخطوبين وبعد كده أثناء الجواز تلاقي أعلى نسبة طلاق في العالم في مصر ليه أعلى نسبة طلاق في العالم في مصر حطوا أسباب كتير مختلفة لكن كان أمهم على الإطلاق هو العلاقة الحميمية العلاقة بين الرجل والمرأة دون مستوى التوقعات أحيانا للرجل وأحيانا للمرأة في حالات مرضية رصدت كتير جدا في شهر العسل مع إيقاف التنفيذ تم شهر العسل ويحدث ما لا يحمد أقباء من فشل في الزفاف فشل في الزفاف والزوجين مش عارفين سبب الفشل إيه ويبدأوا يلفوا في العيادات المختلفة والتخصصات المختلفة ويتخبطوا في التشخيص وغيره الزكورة والنسا والنفسي الزكورة والنسا والنفسي وأحيانا يبدأ بعدم الوعي أحيانا ودخور الأهالي اللي عندهم برضو عدم وعي تبدأ المشاكل تزيد وتتضخم مشكلة مشكلة عند البنت لا مش عندها مشكلة مشكلة عند الولد آه وعنده ضعف جنسي لا أنا كنت كويس جدا بس بالمحاولات بدأ يحصل عندي مليت درجة الانتصاب تفدأ تقل بالوقت نتيجة إنها بتقومني لا أنا ما بكومكش المشكلة عندك لا عندك نلف ونروح بيها من تخصص إلى آخر أثناء الفحص نكتشف إن عندها حاجة اسمها الفاجينزمس عندها قمطة المهبل عندها اعتلال أو اعتقال المهبل المهبل ينقبض لا إراديا بالكامل ويتقفل تجويفه بالكامل الأسباب مختلفة نتيجة عصر وانكباض في العضلات اللي حوالين المهبل فبتقفله تماما عضلات الحوض عضلات أكتر من الحوض وكمان اللي حوالين المهبل وبالتالي أثناء الزواج وأثناء بداية الدخول يحصل المقاومة اللي أحيانا تبدأ بقفل الرجلين قفل الفخدين فرد القدمين وأحيانا بزقه كمان عنه كأنها بتحمي نفسها منه يحاول مرة ومرة ومرة وبعد كده يخشوا في الطريقة اللي هنبدأ نحللها بعد كده كانت سبابة إيه تيجي مريضة بتولد أثناء الولادة عصر في الولادة تأخر في الدرجة التانية مرحلة التانية في الولادة أنه بتفحص المريضة بتتقلم بينزل البيبي نزل في المهبل ولكن مش عارف يعد البيرسي كانال وبصراكت الليبر وبصراكت الليبر ولادة متعسرة نسمع الولدة متعسرة أحيانا تنتهي القيصريات وبعد القيصرية ممكن تلاقي أن المريضة دخلت في نزيف ما بعد الولادة أو أحيانا الطفل اللي تزنق في البرثي كانال دي قناة الولادة يبقى الرسيستيشن بتاعه أليل وننزل تعبان وممكن الرسيستيشن أو إفاقته تبقى أقل وبالتالي ممكن يخش في حضانة وممكن ينزل بمشاكل أو ممكن تؤدي إلى ستيل بيرس ينزل متوفي أو نيونيتل ديتس يتوفى حديث الولادة أو لو ولد الطبيعي نفاجأ أن حصل لسريشن ومزء في المهبل ومزء أحيانا في ماجر البول وأحيانا يمتد المزء أن يضرب المستقيم وتبقى فيه كومبيلت برنيا التير أو تمزه كامل في العجان ومشاكل ضخمة ده سيناريو تاني يكون لا سيناريوهات بتحصل لمرضة جايي لك كل يوم واضح أن حضرتك بتقلب المذكرات بقلب الصفحات آه أنت قلت لي أقلب لك المذكرات ومذكرات ما بين الحالة اللي جاية بسيست ضخمة على فكرة أنا بشوف فعلا التقليب أنا أصنع يعني فهم حضرتك بس كل حالة لها قصة قصة طويلة قصة طويلة هنرجع لها ولكن وأنا بقول الإسقطات اللي موجودة يوميا لي والأطباء زميلي اللي بيموجودين في فلد النسا وبيقابلوا حالات كده ولكن كإني لا لا أنوب عنهم ولكن كإني مشاركهم في أحداثهم والمستمرة اللي بتيجي يوميا نحن في الصفحة التامنة أو التاسعة في الحالات طبعا أحيانا تجي لك حالات فيها ريكارنت أو في يورينا ريتلاكت إنفكشن عدوة متكررة في الجاز في مجرى البولي مجرى أو يورينا 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 يحصل احتباس بولي احتباس بولي متكرر احتباس بولي أحيانا حاد وأحيانا متكرر وتبدأ المريضة من البداية من نعومة أصفرها من وهي طفلة من وهي مراهقة من هي في بداية الجواز تبدأ تعاني الأمرين على المسالك البولية المتكررة ما بين علاج بمضادات حيوية وأحيانا توصية لمجرى البول وتكرار 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 إلى أن تتزوج ويحصل هانومونسيستايتس والتهابات شديدة جدا في مجرى البول أثناء فترة الزفاف وأحيانا تبدأ المشاكل في مجرى البول أكتر وأكتر خلي بالكو ركجوا في كل الحالات دي في كل القصص اللي احنا بسمحها دي أكيد فيه رابط فيه حاجة بتربطهم أنا همد أه بس عشل الناس الناس بس إيه تقول الحاجات دي أنا هربط الأحداث ولكن لازم لازم نحكي معانا لازم نحكي أحنا اللي بيحصل لك وبتشوفه في عياتك وبيجولك بأشكال مختلفة وفي الآخر رابط مشترك ما بينهم أحيانا لأنني أنا مش عاوز هرسرد السرد الأكاديمي إنه المرض عبارة عن كذا واحد اتنين ثلاثة تشكيزه واحد اتنين ثلاثة اه بنحكي بنحكي بطريقة عكسية عكسية بنحكي الكيس الكيس المختلفة اللي ممكن المهمة اللي موجودة في البيوت اللي الناس عاوزة تعرف ده عندي واهل الأول نريع إنه كل كيس وكأنه وراها مرض مختلف مرض مختلف دي حقيقة واحيانا يجي لك حد بفورين بودي ريحة كريهة البنت صغيرة البنت دون العشرة سن العشرة البنت يعني الأم بتشتكي البنت دايما تعبانة درجة حرارتها مرتفعة سخنة بيحتبس فيها البول بتنزل منها إفرازات ريحة كريهة ريحة تعكر حتى البيت اللي فيه عايشة اللي فيه البنت ولما راحت المدرسة كل البنات شمين ريحة مش لطيفة بتقلب حال المكان بتتطرد وترفض إنها تروح المدرسة ولو راحت المدرسة مصدر شمئزاز للأخريات لإن ريحة كريهة طلع منها فنفاجأ بعد فحص دقيق وبعد إجراء X-ray وبعد الأرب وبعد منزار مهبلي لأنسة دون المستوى العشرة في عمرها إن فيه فورن بودي وأجسام غريبة جوه أجسام غريبة يعني قطن أو قطع من المناديل موجودة جوه إيه ده ده حالة تانية نقلب كمان صفحة ونيجي نشوف إن فيه اكتئاب فيه رعب فيه فوبيا فيه أحياناً إنعزلية فيه ألام وإحساس بالحكة فيه هرش فيه إفرازات فيه إعياء فيه أحياناً قئ وأحياناً واجع في البطن وأحياناً ضربات قلب سريعة فتشخص على أي عموم الطب هل ده مشكلة في الجهاز الهضمي هل مشكلة في الجهاز الدوري هل في القلب وأحياناً تجيلك بشكل من كرشة النفس أحياناً ومشكلة في الجهاز التنفسي نقل بالصفحة تجيلك المريضة اللي اتجاوزت وأحياناً فيه تآخر في الإنجاب تآخر في الإنجاب نتيجة عياناً الديسبارونيا الألام الموجودة والألام الموجودة بتخليها عندها عزوف على العلاقة الجنسية وبالتالي ممكن يتآخر الحمل فنبدأ ندور على حلول بديلة فتلاقي في بيوتات الحل لده والألام المتكررة أني بقى لهم سنة و سنتين بالشكل ده ندور على الحل المجهري مش مهم بقى دلوقتي العملية العلاقة الحمامية تبقى موجودة بس على الأقل تبقى أم أو يبقى أب قادرين في صمت ما بين زوجين نادراً ولكن أحياناً العائلات خلاص مش عارفين يعملوا إيه فطب يمكن لما تفرح يمكن لما تولد يمكن لما تتحسن حالتها وأحياناً شكوة من إن حد جاي زوجين إن الزوج عندها تبلد جنسي لا تشعر بأي نشوة لا تشعر بأي متعة لا تشعر بالعملية الجنسية بل بالعكس أحياناً زاهدة في العملية الجنسية الحاجات دي على فكرة ساعات بتروح كمان في اتجاه الشعوازة آه ده قبل ما تروح ما هم راحوا بقى آه عندها الشعوازة يقولوا إن البنت مش عارف لبسها عفريت والبنت بيحبها جن الحاجات اللي بيسمع عنها فتبدأ العملية تزيد أكتر وأحياناً ييجي الزوجين إن الزوج يشتكي إن مراته بتمثل ما عندهاش أي رغبة مش حسسها وهي بتشتكي أحياناً إنها بتتدعي ده إنها عشان ترضيه بس هي متقلمة وكرها العملية الجنسية يعني من يوم الزفاف ويكرها العملية الجنسية مش عارفها ليه ولكن هي مش فهمة ليه ممكن تلاقي في السنة الأولى لمعظم الحالات اللي فيها المشاكل الحميمية الجنسية والعلاقات المضطربة والسيكشوال ديسفانشنز الموجود وبالفرية اللي يحصل ما بين الأزواج يحصل طلاق ويحصل مشاكل كتيرة جدا الرابط المشترك ما بين كل هدي الأحداث كان زمان وقديم وموجود في سن الطفولة وما كانش حد يربط الأحداث ببعضها إن العنف المستمر للبنت في الفترة دي ممكن أحيانا يؤدي إلى مشاكل يعني تتشاف يعني نلاقي عندها ورام ليه فيه محدش كان رابط الحدث ما بين الحدث اللي هنتكلم فيه والورام الليه فيه أو بطانة رحم مهاجرة والورام الليه فيه إيه الحدث رابط ما بين ده كله هو ما يطلق عليه female genital mutilation أو female circumcision أو بتر الأعضاء التنسلية الخارجية للمرأة أو ما يطلق عليه الختان تعالي نشوف هل هل السؤال يعني هل الغتان يلعب دور مهم أو يلعب دور في إحداث كل هذه التنوعات في الحالات بمعنى يستطيع أن يحدث ألم أثناء الجماعة يستطيع أن يحدث التهابات في مجرى البول يستطيع أن يحدث مشكلة إنجابية يستطيع أن يحدث سست يستطيع أن يحدث بطانة رحم مهاجرة يستطيع أن يحدث أورام لا فيه وأمراض قلب ومشاكل في الجهاز التنفسي كل ده لما نتكلم نقول عشرين عشرين أنا لميت كل الحالات الحالة طبعا ده لسه في حاجات تانية كل ده وإحنا في عشرين عشرين بأمانة عاوزين نتكلم عن الختان المسكوت عنه عاوزين نتكلم مش على قشور إنه حلال ولا حرامه عن الصدر إنه هو عقائدي أو لا إنه ليه علاقات بالتاريخ إزاي إنه هو إيه علاقته بالعالم الدولي إيه علاقة بأني الدول هو زايد فيها وليه موجودة منظمات الصحة العالمية قالت إيه اليونسيف قالت إيه حقوق الطفل إزاي حقوق المرأة إزاي العنف ضد الطفلة الصغيرة إزاي الحلال والحرام إزاي فيه نقاشه إزاي بوعي عشان نخرج من هذا الموضوع الشائك لأن هذا الموضوع في منطقة حساسة أقصد في جسد المرأة فمنطقة حساسة إنه حتى نعرضه على شاشات التلفزيون في منطقة حساسة في التحدث عنها لأنه أحياناً بيبقى مسكوت عنه مش هتعرف تاخد تاريخ مع المرأة وصعب قوي مع التاريخ مع المرأة عشان تعرف المخطونات دون المخطونات أو اللي حصل لها سيركمسيشن أو طهارة ولا ما حصل لهاش طهارة والعلاقة بين بان الأمراض وزيادها من دي عن ديه أحياناً المواضيع الشائكة محتاجة تركيز قوي وضوء قريب قوي عشان النقاش منها يطلع بالرسالة المقصودة بشكل واعي جداً يصل في كل البيوتات اللي بتعاني من غير ما يشعر يصل في عمق بلدنا يصل في عمق الصعيد يصل في عمق الأرياف لازل لغاية دلوقتي البنات بتيجوا عندهم مشاكل نفسية والتراب وتبول لإرادة ومشاكل ما يعرفهاش أهليهم لأنهما كانوا بيحاولوا إيه؟ كانوا بيحاولوا يصيهم والبنت ما كانش الهدف إزاء كان الهدف صيانة للعزرية للبنت أو تهرتها من شكل مدنس موجود فيه كل ده هنتكلم فيه وإحنا ماشيين ولكن كأننا كنا بنرمي الضوء الأول عشان نحرك أو نرمي الصخرة في المياه الراكدة عشان نحركها ونرى ما داخل هذا المياه الراكدة بتنبهته أنه الطريق اللي احنا مشينا فيه هو بيسموه الطريق الكيس ريسيرش أو الطرح الحالات طرح الحالات بمعنى كأن احنا عاديين مع بعض بنشوف كيسز موجودة يومية بتمر على العيادة الخارجية توجدنا حالات بتعاني من ألام أثناء الجماعة بتعاني من أورام لفية بتعاني من بطالة رحم مهاجرة بتعاني من انفكشن بتعاني من الاتهابات في مجرى البولطات ربطنا هذه الحالات بكلمة واحدة اسمها السركمسيشن أو الختاب بس قبل ما ندخل على بداية الحلقة الحقيقية أنا عايز أقول أن الحوار النهاردة كله علمي البرنامج علمي طبي فاحنا هنراعي حكتين السرد العلمي للمعاني الطبية الصحيحة المتعلقة بهذا الموضوع مع مراعاة أن احنا مجتمع شرقي جدا وطبعا مع مراعاة الطواعد الإعلامية المملاع بطبيعة الحال من الطبيع المهني ومن المهنية اللي أكيد موجودة في القهران كيف تصل إلى عمق الموضوع دون أخدش الحقيقة بالضبط والحاجة التانية أنه الجانب الديني احنا مش هنخترب منه كثيرا لأن احنا مش متخصصين فيه هنترك الأمر للبرامج المتخصصة فيه لكن من ناحية العلمية هذا هو الختاب دار ترجمة نانسي قنقر كتان البنات هو مولد وصحبه غاية آه كلمة في الطب في حالة كتير مولد وصحبه غايب بس يعني الموضوع فيه درجة كبيرة من الحساسية عند كتير من الناس طبعا بس لازم هنقوله وهنقوله بالتأكيد بنات كتيرة على مستوى العالم وهنتكلم حتى كان في مصر ولما قلنا مولد وصحبه غايب كانت دايما مرتبطة بالموالد مرتبطة بأي مكان موجود في عموم مصر كان يبقى فيه المولد والليلة كبيرة وام المطاهر وتخش في الأكواخ اللي موجودة وبنت طالعة وبنت داخلة موجودة صراخ هستيري بس البنت مش عارفة كتلقون ملبسينها مفرحينها إنها في حدث النهاردة هيبقى لطيف تروح ولبسها اللبس الكويس وملبسينها فستان صغير وتخش وتتكتف وتبدأ أكيد بأي كانت الأدوات المستخدمة وده من سبب مباشر في انتشار فيروس سي فيروس سي وفيروس بي قبل فيروس سي كمان ومشاكل الموجودة المترتبة على إصابة مكان بشكل غير معقم بشكل غير طبي بشكل غير أدامي وإحنا بنتكلم عشان بيبقاش الكلام ساطحي غير الأثار المترتبة فورا من نزيف وأحيانا لا توقف من تلوث للمكان اللي تم فيه بطر هذا العضو من أحيانا إيه هيوقفه الموضوع بإيه بكتلة من البن كابس بن ولا شاشة مقفولة غير معقمة وماشة ولا هممكن تحط ورع الكتان اللي بتحط ولا البنت بتتقفل وبتتربط بشكل زي الحفاظ يتلف حواليها وتروح البنت وتعيش عذاب فترة طويلة جدا مش عارفة تروح مش عارفة تتباول مش عارفة تتحرك مش عارفة تعيش حياتها لفترة زمنية معينة ويندم للجرح وترجع البنت تاني مرة تانية للمجتمع بس البنت دي اللي كبرت والبنت دي اللي انت عارف ان اي جرحها في اي مكان يحصل نتبة يحصل اسكار يحصل تلايف في المكان ده هو ايه اصلا الختان وهي اصلا درجات الختان اللي تمت وهل اللي بيتم على درجات الختان هو طبي هل هو كل الختان واحد لكل البنات هل هي درجات هل الموقف ازاي ما يطلق عليه الختان الفرعوني والبنت اللي بقى عندها الاصر النفس اللي موجود في الاصر الجسدي اللي موجود في المكان ده ويفضل احيانا لعشرات السنين موجود معاها وتجبر بيه لان حصل حاجة اسمها البين باثوي بقى موجود لما الواحد يتقفل على اصباعه لو ده موجود البين باثوي يتقفل على اصباعه باب يحصل نقلم عن طريق العصب الافرنت اللي طالع على الاسبان الكورد العمود الفاكري لغاية الهايبوسالمس والهايبوسالمس يبعت اشارات للكورتكس لإشرة المخ وإشرة المخ تستقبل ده ده الجزء السنستيف وبعد كده تنقله للاريا اللي جنبها اللي هو الموتر بقى وروح منزلها الافرنت نزلها السينابس تنزل فيها معلومات تانية عن طريق المخ عن طريق المهيد الهايبوسالمس توصل برضو العمود الفاكري للنفس الصباع وللجسد كله تؤمر الجسد بحركة احيانا شيكينج لقرة ده يسحب ايده يفرقها ينطرها واحيانا السراخ يخلي توصل الافرنت والباثوي لغاية اللارنيكس ويخليه يطلق صرخة الالم الموجودة فتخيل الباثوي ده للموجود في منطقة المهبل ومنطقة موجودة ربنا خلقها في احسن تقويم اللي ليها دور وظيفي فيما بعد في الجواز فالمكان ده بقى فيه اصابة واصابة مستطرة ومستقرة لا تعرف البنت الا لو بسبب الالتهابات اللي موجودة حصل حاجة هنا دمنوا الجرح وقفلوه والبنت بعد ثلاث سنين جات لنا بتشكي من ريحة كريهة اتاري الجرح كان فيه قطن موجودة مفرطة في جسمها بتهرش في جسمها كله نتيجة الاوتو الاليرجيك راكشن الاليرجيك راكشن الاليرجيك راكشن لو بصينا على شكل القطن اللي طالع ده حالة قديمة ولكن حتى السار دي في الحالات دي هيكون اهم حتى من الشكل اللي غيرها نرميه ولكن ده قطن شافت خيل القطن طلع لونه اسود سنوات موجودة والتهبات مستقرة وملتهبة قولي البنت دي لما تجبر وتتجاوز مشكلتها تبقى موجودة ازاي اللي موجودة عندها هتعيشه ازاي القلم اللي مستقر لانها البنت لا تخدر ما تخدرتش لان موجود الليجل بشكل غير قانوني في اماكن غير قانونية وبالتالي لا الادوات معقمة ولا الطريقة اقدمية ولا البنت بتجهز وبيحصل القصة دي طيب هنبقى نقول عمناها ليه لكن لما نيجي تاني للتاريخ الاولاني الكيس الضخم اللي موجود تعال نشوفه كان شكله ازاي لو فيه جزء زغير بيتشالي زاي بعيدا خالص عن منطقة اللي فيها كل اللي احنا كلنا عارفين كأطباء رغم اننا طبيب متخصص محترف في الجزء ده لكن ما اجا اتكلم عنه بكلم العموم مش بكلم اطباء فلازم اختار الجزء المناسب اللي ليه اعلاميا نتكلم فيه اللي يخش البيوت ازاي ولكن مستقر جوايا ومؤمن لازم توصل للرسالة هنشوف الشكل ده يصل السست دي الى 20 سنتي وليه تفضل 20 سنتي موجودة جواها بعد التهارة كل ده كلتريدل سست ابدرمويد سست كيس موجود فيه زهان كبر موجود في المنطقة دي شفنا نشوفه الكيس شكله مرعب اه نشوفه كم حتى انت هتبقى معجب جدا لان فيه اسقاط الكيس ده موجود في الكليترد 20 سنتي طبعا باين لما نفتحه فيه الحاجات اللي بتنزل بالسيبم مش هفتحه طبعا فيه الحاجات اللي بتنزل في السيبم السيبم اللي موجود احيانا في كيس الدرمويد سست اللي بتطلع في المبيض الكيس ده لمرأة في التلاتينات ماشية بالوادلنج اللي اتفقنا عليه ليه التجربة المريرة اثناء الميوتوليشن اللي تمت عندها والطهارة اللي تمت عندها ميخليها تخاف من التجربة مرة تانية حتى لو تتعمل وفق اصول علمية تحت تغدير خايف المكان ده يتلمس مرة تانية الان عمرها كله انها تخش تكشف قعد جزها كل الفترة دي وده زوج كمان يعني من عالم نادر ان يتحمل كل الفترة دي بدون علاقة جنسية حقيقية ويتحمل كل الكلام ده يستغنى عن علاقته بمرأته مؤمن بيها متحمل ألمها ويفضل كل السنوات دي دايما ان الشيء الصعب لما يكون مش عادة بس عادة لها أصل معتقدي او عقائدي دي حقيقة حتى لو يعني لو كان الأصل ده يعني له ظروف وسركم استانسز معينة ومظاهر معينة وبيئة معينة وحالة معينة يعني برضو لازم زي ما انا قلت يعني برضو هو ده كان سؤالي لما بيحصل وانا متفق معاك ان هو عقائدي مرتبط بعادات وتقاليد بشكل معينة لذلك قال لذلك قال لذلك لازم يسألوا نفسهم سؤال مش معنى في مولد سيدنا فلان بيحصل الختان وطهارة الولاد في الأماكن دي كانت ليه عشان التبرك اللي يبقى موجود في المكان العظيم ده خلاص فبالتالي بترد بتبقى في الأزهان فاكر أنديل ومهاشم يحيى حقي لما كان بيتكلم على الطبيب اللي كان سافر ألمانيا ورجع عشان يعالج أهل السيدة زينب من الموجودين فشاف انه هم كان بيحطوا زيت الأنديل ومهاشم في عينهم عشان عندهم مشاكل في الرمض أو غيره عشان يشفوا سافر ألمانيا وتعلم الطب وخد جوائز رهيبة جدا على مدى نجاح عملياته الموجودة فلما نزل بيعالج راح بقى يفتح في السيدة زينب العيادته عشان يبقى بار بأهل منطقته اللي طلع منها فلقى هجموه لقى قبل ان يهجموه فبدأ يعالجهم فبدأ يحكر من الوضع اللي هم بيعملوه ويسخر منه ويعملوهم عمليات حقيقة لم يشفوا أي أحد منهم لا هو راجع نفسه في ده لا عمل حركة كمان دخل دخل الجامع وكسر الأندي وكسر الأندي راجع نفسه في ده علي أسعوز يقول ده التخلف وده 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 لما راجع نفسه في ده وبدأ يفهم فلسفة الموضوع بدأ يتدارك انك ازاي تكون تخلي العلم موجود مع احترام عقائد الاخرين الموجودة عشان تغير منهم وبالتالي كان يعمل لهم العملية وما يحطش الأندي ويقول أنا حطيت الأندي وبالتالي كان بيحصل لهم نسبة الشفاء ويجيبوا زيت الأندي ليأخذ الزيت ويحط الأطرة ويحط الأطرة طبعاً الطبية اللي أصدوا هنا إحنا لايسا بصدد هجوم على معتقدات قد من نبرز مشاكل اللي موجودة في الجزء الخفي اللي ليه علاقة رهيبة جداً بتاريخ بنت هتبقى أم الأم مدرسة إذا أعددتها 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 أعددت شعباً طيب العرق السؤال بقى ماذا يعني تقترح أو رؤيتك إيه عشان يبقى الحوار ده مش حوار مرة ويعدي وإلى آخر أنا أقترح إن الحوار يبقى فيه علماء دين مسلم ومسيحي علماء اجتماع علماء نفس مع الأطباء في ندوة حقيقية موجودة وتتكرر وليس تكون إنها مجرد عبرة لأن أحياناً الناس لما بتطلعهم أحياناً قوانين فممكن يكون مش بيصدق دائماً أهل السياسة إن ده ممكن يكون لسبب أو بآخر هكذا حال العام العامة على مستوى الدنيا كلها فلما يكون في أهل سكة بيتكلموا مجردين عن ذاتهم إلا إن إبراز حقيقة وجوهر الموضوع بشكل هيصل إلى العمق وإحنا ممكن في القاهرة والناس نعمل الندوة دي موجودة على الدكتور ندعو فيها كل أطراف المعنية لمجتمع بتاعنا ونتكلم بشكل واعي وعميق على أياً كان لو حلقة مكتملة لو حلقات متعددة لزيادة الوعي وطرحه بشكل حقيقي موضوعي يصل لكل البيوت لإن اللي عاوز يسمع علم سمعه واللي عاوز يسمع دين ومخرج لإنه عنده الحتة دي شائكة مش عارف يخرج منها يسمعها عشان بيبقاش فيه تضارب للأقوال مش عاوز يسمع إن أنا قدت مقتنع ومؤمن بحديث بشكله معين وأنا رجل بروح أصلي وبصلي وملتزم دينياً وشايف إن ده جزء من السنة أقوم به ده كان شكل مندوب أو جائز أو مكرمة للمرأة أو الشكل إنه فيه بعيداً الحلال والحرام بالدرجات الأخرى المتفاوتة في إجازة هذا الموضوع من عدمه فيلاقي إن فيه عالم دين أو علماء دين معنيين بالموضوع بيتكلموا بشكل أو بآخر علماء المجتمع علماء علم النفس لما يشوفوا المشاكل المترتبة اللي موجودة مرتبطة حقيقة وبيشوفوها في عياداتهم النفسية على شكل يومي موجود وحقيقي وده بيأثر على إزاي على التكوين المرأة اللي هتكون أم تربي إزاي اللي هتكون زوجة تتعامل إزاي اللي هتكون مدرسة تتعامل إزاي اللي هتكون طبيبة تتعامل إزاي فاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي لما نيجي نتكلم عن الحب أنا عاوز أحب بس أنا متعطل أي حد فينا أحيانا بيبقى متعطل وجدانيا نتيجة خلل جسدي أو خلل نفسي أو خلل عصبي فيه وانت عندك لو قولون عصبي وحد بيعمل جنبك دوشة بسيطة الموضوع عندك مبارك بس بقى ولو انت نفس الشخص موجود في مودك الطبيعي والله ولا حسن ده بتشعر أحيانا أن الموسيقى اللي بتسمعها دوشة وانت نفس الشخص اللي كنت بتسمع الموسيقى دي ومستعمت أبيها فلما تيجي تعمل المود مش عايز تسمع صوت وقته صوته الكرآن الكرآن وقته صوته الكرآن طب ده فيه إيه فيه إن أنا دلوقتي مشوش الفكر عصبيه بتخلي البرسبشن عندي مختلف بتخلي قراراتي مختلفة بتخلي انتبعاتي مختلفة انت الطبيب اللي مطلوب منك وانت عارف كويس جدا علاقتك بمرضتك بيبقى عامل إزاي لو النهاردة مش يومك لو النهاردة ما نمتش كويس لو كالت مبارح بسارة ونمت واحصلك انتفاخ وروحت العدس ولو روحت شغلك الصبح من غير ما تشعر مشدود عصبي بالعدس بالعدس ليس بالعكس بالعدس بالعدس بتعمل إزاي بتبقى عامل إزاي المريضة ممكن بتيجي تقول لك يا دكتور اللي بسمحة تخلصي بس أقول لحضرتك ده أنت قلتيها مرة قبل كده أنت نفس الشخص أنت مالك أنت أحيانا بتوف تقول إيه وبالتالي تخيل ده في جزء يعتليك في فترة زمنية بسيطة في اليوم أو في الأسبوع لما تكون أنت عندك سبب أصيل البنت اللي موجودة اللي كل شيء راحة طويلت أو كل شيء عندها إفرازات أو بنت الصغيرة دي عمليين يسحبوها من عيادة إلى أخرى أو عندها مشاكل وألام في أسفل بطنها نتيجة الألتهابات المتكررة أو أن يصل إلى أجسام غريبة أو التهاب عصبي أو وجوازه ومشاكل عليه نفسية وجسدية أو 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 تأخر إنجاب تأخر إنجاب نتيجة البراسمبساتيكو بتأثير على المباشر على الفالوبيان تيوب والفالوبيان تيوب ما تتحركش زي القولون العصبي بيحصل فيها البرستالسيس موفبين بتقفن بتقف رغم لما بتعملها أشعب السابغة جايبة سابغة ومبيضين مطلعين بويضات وهرمونات كويسة جدا بس متأخرة في الحمل ويسموه اديوباتيك انفرتلتي تأخر حمل حمل غير معروف السبب كل الأشياء دي أكيد لها وراء أسباب وأحيانا لما الأسباب لا تعرف أو إن أنا ما كنتش متخيلة ده أو بقوله حتى مع طبيبي أو أعرف إنه ده كان ليه دور حقيقة أو لا بنخش بقى بباب الجدل أو الدجل سوري عزي جدل ويجيب دجل والدجل يجيبش عوازة أو ممكن أحيانا تبدع بقى النفس اللوامة أنا عملت حاجة غلط عشان كده ربنا بيعاقبني أنا عملت حاجة غلط عشان كده تأخر الحمل أنا حصل للإجهاد عشان مش عارف إيه والموضوع واجعلنا لكل شيء سببه جعلنا لكل شيء سببه هنقف قدام حتة مهمة قوي لازم الناس تتنبه بها أنه الأطفال كائنات حساسة وعاقلة وزكية وزكرة الطفل أعجب مما تتخيلون جميعا ده على جميع المستوات بقى أنا بتكلم على الطفل الذكر والطفلة الأنسة الطفل الطفلة عندما يساء لها في شيء وهي سنها خمس سنين أربع سنين أنا عارف أن تقافة الناس كتير قوي عندهم في دماغهم أن الطفل ده لا يعي مش وغبا ده عاية وعلى فكرة دي في المنتهى الخطورة ودي الرسالة اللي أنا عايز برضو نطلع بها النهاردة أن الطفل بيريكورد المشكلة في ذاكرته المشكلة بقى دي ممكن تكبر بشكل كبير جدا 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 وعلى فكرة السينيبع العالمية بتاعني ده بشكل كبير جدا بيكتبوا السينيوهات على الحكايات دي يعني مثلا في فيلم التوم هانكس مشهور أوي البطلة في تعرضت لإزاء نفسي جسدي من جزء ما وهي طفلة فعلى مدار حياتها كلها في الفيلم كان واضح جدا أنه كل تصرفاتها كبنت اللي فيها نعمل الاستهتار فيها إباحية مطلقة فيها علاقات مفتوحة جدا لغاية لما جالها الإز في الآخر بناء على إساءة جسدية من جوز أمها ولما رجعت البلد بلدها وهي كانت رفضة تماما أنها ترجع لبلدها راحت للبيت بتاع جوز أمها لبيتها القديم وعملت تصرف في منتهى يعني القصوة والغرب قعدت مسكت طوب وقعدت تحدف في البيت رغم أن الراجل مات وانتهى وهي لما ماتت توم هانكس في الفيلم قال لها أنا هدتلك البيت راح لها القبر وقال لها أنا هديت البيت بتاع جوز والدتي لأنه هو سبب هو سبب بسبب تحرشه بيها أو بسبب معاملته لها وهو ده برضو اللي هو الـ الـ الاتنين الـ انت استخدام الجنسي وهتكي الأعراض في سن مبكر أو الــ child abuse إنك إنت تتعامل معاه بعمف وغلزة وعدم رحمة وإنك إنت تحن عليه الطفل اللي بيكبر ده أو الطفلة اللي بيكبر دي جواها كل هذه المعاناة وبالتالي إحنا ماشيين في الدائرة والدوامة مش واغدين بأننا من تصرفاتنا أو مش سابين بأننا من الأثر اللي ممكن يتم على ولادنا وعلى بناتنا وعلى مستقبلهم في اللجان وبالتالي كل القصص الحقيقية عشان تبقى او كل الافلام اللي نجحت كان يكتب لك كده فيلم من قصة حقيقية القصص الحقيقية هم ابطال الحقيقين هم المرضى اللي موجودين ما يطلق عليهم المرضى هم لو انساردوا حكاويهم اللي قد كده اللي موجودة هتسمع منهم حاجات كتيرة جدا وعبر نطلع بيها طبية مجتمعية ان احنا ما زلنا ما زلنا نجهة للكثير ما زلنا نحتاج ان احنا نقرأ مشاكلنا اكتر وبعمق اكتر وبعد كده تبقى فيه نظرة فلسفية نظرة تيمية مجتمعية لان لازم تشغل في وسط تيم لان لما بتشغل في وسط تيم انت قوي يبقى في وسط تيم يتبقى يتيم حلوة دي لفي وسط تيم يتبقى يتيم من ضمن دلالات الحب الحقيقي بقى في المجتمع احنا خلينا نحتفل قابل فلانتاين لكن واحنا بنحتفل بعيد الحب لازم يكون فيه حب حقيقي الحب الحقيقي ده حبك لجارك حبك لزميلك حبك لفريق عملك حبك لانك تتقن الاشياء تتقن عملك اتقان العمل نفسه انك تطلع شيء معمول بشكل جيد هو ده الحب الحقيقي الحب الحقيقي هو انك انت تحب للخير للغير الخير تحب كل الناجح خير الحب الحقيقي هو انك تخلي اللي يستاهل يوصل ويتفوق الحب الحقيقي هي انك تقتل المحسوبية والوسطى تا جزء كبير من الحب نهاردة استعيدنا جدا بهذا اللقاء القوي جدا اللي على مستوى علمي رائع جدا وراقي جدا وفيه الكثير من زي ما بيقوله الوضوح العلمي والفتح لكثير من الجراح المقفولة على دغل المقفولة على قياح المقفولة على مشاكل كبيرة اعتقد انه زي ما نقولت هي دعوة انه الموضوع يتفتح على النطاق اوسع ويدخل فيه حوار لرجال الدين مع الطب لانه هزم الحوارات اللي ينبغي فيها ان يكون حوار جمعي يشمل متخصصين في مختلف الانواع من التخصصات الدينية والعلمية والطبية والنفسية والاجتماعية في علم المجتمع شرفتني كالعادة ونورتني واسعتني بهذا الحوار الرائع جدا واللي كثير من نقاطه العلمية كانت المفروض تظهر لكن احنا رأينا الجانب الشرقي فاثرنا انها تكون في الحوار العلمي المتخصص المحترف لكن احنا شرحنا الكثير من الجوانب وما زال الامر اعتقد مستمر نوار شكرا شكرا ضيف العزيزة لستوى دكتور سيد الاخرص الاستشاري امراض النساء والحقل المجاري والجراحات المنظير واطفال النبيب والحاصل على الزمال الامريكية لجراحات المنظير وعضو المجلس الاوروبي والامريكي للخصوبة والجمعية العالمية لجراحات المنظير والمؤسس المستشفى الامم كان في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة